موسيقى خرج رسميا من قائمة الحكام الدوليين الكابتن محمد عادل والكابتن إبراهيم نور الدين قائمة الحكام المصريين حكام الساحة للموسم الجديد جاءت كالتالي أمين عمر محمد معروف محمود ناجي محمود البنة محمود بسيوني حماد القلاوي وأحمد الغندور وفي السيدات أو في البنات شهند المغربي ونورة سليم وبعد شوية حقول لكم نورة سامير آسف حقول لكم بعد شوية مين هم حكام الساحة وكرة الصلاة وباقي الحكام بالتوفيق للمجموعة ونتمنى لهم التوفيق يا رب إن شاء الله الفترة القادمة عندي خناء على الهواء أنا بقول لكم رسمي وعندي خناء ولازم أطلع كسبان وأنا الحكم من الآخر شوف بقى شوف طلفترة بقى النهاردة عامل إزاي وبعاية نم من حبايب فارس مساء الفل مساء الفل يا كابتن شوبير وحضرتك كده كده كسبان مقدما إحنا مش هنتبقى البير ما هو عشان كده واحد سفر يا كابتن إحنا نحاول نعوض في الحلقة لا ما فيش تعويد مش كمان تعويد إيه إنت تحاول تعمل تمثيل مشارس لا لسه أسامة يحاول يعوض أنا هتمثيل مشارس إنت تعمل تمثيل مشارس أخليك بس معايا كده عشان أقول تمثيل مشارس تمثيل مشارس تمثيل نعوض نعوض فارس وسامة سهل فل كابتن أقول لك واحد صف أيوة تلاتة صفر أنا بحبك يا سامة أنا كشنا منتدى كده جاد على أقول كلام زي الفل نعوض يا سامة نعوض يا كابتن نعوض نعوض يا يوم جميل ربنا يا ربي يكرمنا إن شاء الله فارس شكل الاستقبال جمهور النادي الأهلي عندي حاجتين هذا الجمهور العظيم بجد لو تأخذ بالك من الأفان تتر النهاردة هم كانوا أربع كلمات ممكن أعيده تاني الناس السغربة مفيش لأنه جمهور استفتاء عالمي أنا معاك شرق أوسط أنا معاك إفريقي أنا معاك فأنت فوز بهذا الاستفتاء الجماهيري وأنه أي حاجة الحقيقة فيها نوع من أنواع اللجوء لصديق وهو الجمهور أو اللجوء لعزيز أو اللجوء لسند أو اللجوء لضاهر زي ما أنت عايز تقول جمهور الأهلي دائما وأبدا أدي واحد اثنين الاستقبال الرائع للنادي الأهلي في كل مكان وخصوصا اللي يوم في الضحة نحية كابتن شبير يمكن لحظات بيعيشها النادي الأهلي وجمهوره هي للتاريخ فعلا أنا بشوف أن اللي حصل دلوقتي أنا بقول له جمهور الأهلي أنتوا بتتوجوا مجهودكم أيوة أنت زيك زي اللاعب زيك زي مجلس الإدارة زيك زي المدير الفني أنت ليك دور أنت أحد أطراف منظومة النادي الأهلي نعم فاللحظة دي أنا بشوف أن الجمهور بيتوج مجهوده لحظة للنادي الأهلي بيفوز فيها في الاستفتاء الكبير جدا لجمهور النادي الأهلي عمل فيه مجهود يشكر عليه فده عظيم هتونا بقى كل الكواليس اللي كانت موجودة والمتسكلات والخيل والحوادث والقصص كلها لأنه دي حتة اللي سامحوا بس للجمهور اللي بقى موجود فيها ومع ذلك الناس التزمت واستجابت تماما تفضل يا فالس متأسس علامة النادي الأهلي المشاعر استقبال جمهور النادي الأهلي في القطر والإمارات في جمال كده والسعودية دايما يا كابتن شبير الناس بتحاول تبدع هو مش بس الجمهور بيستقبل فريق في المشهد اللي أنا شايفه ده ده الجمهور بيبدع الجمهور بيحاول إن كمان زي ما جوه المدرق بيكون لإيه إبداعاته وهو بيستقبل فريق كمان بيكون لإيه إبداعاته كعادة النادي الأهلي غير تقليدي في أي حاجة كل حاجة جمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي بيعملها دايما بيكون مختلفة ودي بصمة جمهور النادي الأهلي المختلفة استقبلونا قبل كده استقبلوا النادي الأهلي في ظروف كورونا استقبلوا النادي الأهلي في ظروف صعبة استقبلوا النادي الآلي في مناسبات في دول مختلفة وفي كل مرة رسالة جمهور النادي الآلي بيسيبها بيسيب المشهد الجميل ده بيسيب المشهد المخلص ده بيسيب المشهد المنتمي ده بيسيب المشهد النحق كل أهلاوي النهاردة يشوف نفسه في الجمهور ده يشوف نفسه على السوشيال ميديا يشوف نفسه في مدرد يشوف نفسه في قطر يشوف نفسه في الصعودية يشوف نفسه في الإمارات تشوف نفسه في كل دولة بيروح على النادي الاعلي جمهور النادي الاعلي بيقول انه هو فعلا حمال طيب انا مليش في الترندات انتو عارفين القصة بس النهاردة انا نفسي فعلا يطلعها جمهور النادي الاعلي والترند يعني الحقيقة على ما قد ابص الجمال الله يكرمكم يعني ايه ده ايه ده اسامة ده مستنينها من زمان من ايام اليابان وده حقيقي الوضع اللي احنا فيه حاليا احنا مستنينها او من زمان ومن ايام اليابان مستنين نصل لازم تطلع الست دي النهاردة زي ما بقول لكم كده والله العظيمة ليه انا هم عارفين بس الناس دي واللي عاملا ده حاجة تحفة يعني اتفضل اقسام بس يا كابتن هما الحقيقة يعني في كل وقت بيوصل فيه النادي الاهلي لاداء مباراة خارج الحدود او فحتى جوه مصر جمهور النادي الاهلي بتروح تحتفل بالنادي والحقيقة اللي بيحصل عكس ان النادي عادة ناول اللي بيحتفل بجماهيره دا ايه وده اللي حصل اكتر من مرة وتحديدا في قطر النهاردة الاستقبال بالبلالين الحمراء الاستقبال اللي شفناه على الشاشة يعني والله الست اللي بتهتف الفاضلة دي بفكرة ان احنا مستنينها من يابان وهي بترجع ذكريات فعلا كأس العالم لليابان مرة اخرى عندنا مباراة صعبة في نصف النائل لكن لسه عندنا الحلم ويمكن الزميل عزيز فصل زيدان ختم يعني التقرير بتاعه بجملة جميلة جدا الاهلي اللي يعرف المستحيل ليه الاهلي اللي يعرف المستحيل يا كابتن عشان وراء جماهير زي دي هي دي الجماهير اللي بتخلي النادي الاهلي اللي يعرف المستحيل في كل نادي جماهير النادي بتكون رقم 12 في العالم في النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي على مدار تاريخه هو رقم واحد دايما في فريق النادي الاهلي نتمنى بإذن الله الاستقبال الحافل ده يعود بدفع معنوية وتركيز شديد من اللاعبين عشان فعلا نحتفل مع الجمهور وبدل ما يبقى الشناوي اللي بيهدي مداليا برونزية في قطر وانا نسا متذكر المشهد لما خدنا برونزية كأس العالم عندها في قطر يبقى اللاعبين يهدوا مداليا أعلى من البرونزية ان شاء الله لجمهير قطر ونقول لهم ان احنا مع كل بطولة مع كل عام بيكونتم محاطنا أكبر ودايما يا رب الأهل ما يعرفش المستحيل بالمناسبة ريال مدريد بيلعب دلوقتي مع أطلانتا وكان ينبابي سجل هدف رائع ولكنه أصيب وخرج ونجح أطلانتا في التعادل بضربة جزاء وكان ريفر بول فاز على جيرونا بهدف لنجمنا محمد صلاح انا رايحك في قصة ريال مدريد دي لو ان شاء الله اذا روحنا ريال مدريد خليني معاك في الاستوديو انا وشي وحش على ريال مدريد حيجي عشان وشي وحش انت جاي اللي عشان وشي وحش عارف كوهيني انا عارف انا عاد عشان وشي وحش وشي وحش وشي وحش وبقى عرية النزر انت تلاكت معي حلق لو ريال مدريد ديالها ربنا ياكرم نكسب بتفوجه يا رب ان شاء الله تاني القائمة الدولية جماعة للحكام وانتوا بتبعوا هذا الاستقبال الحافل اللي بعث سننادي الالي في قطر أمين عمر ومحمد معروف ومحمود ناجي ومحمود البنة ومحمود بستوني وحمد القلاوي وحمد الغندور شاهند المغربي ونورة سمير أما المساعدين فمحمودة بالرجال أحمد حسام طه يوسف البساطي أحمد توفيق طلب سمير جمال سامي هالهل محمد مجدي سليمان المحكمات يرى عاطف جمالات أحمد ميا حسن وأمال حسن حسين أم الفار فمحمود عشور وطارق مجدي وعمر الشناوي حسام عزب وائل فرحان محمودة بالرجال وعبد العزيز السيد حكام الصلاة أحمد حمدي أحمد جمال مبروك نبيل طارق عبد السلام كرة الشاطئية إبراهيم محجوب خالد السيد هاني خيري ومحمد عزيزي خلينا شوية فارس في كأس العالم والمشهد الجميل أنا ما أحبش الفلاش باك أوي لكنه لازم أرجع شوية للقرعة وجمالها وقيمة النادي الأهلي ثم احتفاء صفحة الفيفا وكأس العالم الأندية بالنادي الأهلي بالصورة الجميلة التي تحطت مبرحة بميسي والسوارز وبوسكيتس وبكام ونجوم النادي الأهلي الحقيقة وهذه الحفاوة والحقيقة أنا عاز أشكر المسؤولين على قناة الكأس القطرية لأنه وانا داخل الهواء كنت بقرأ تقرير يا أسامة يا رب تقولوا لي الأفاضل اللي كانوا موجودين عشان ما أقولش اسم وأنسى أسماء وكمل إشهادة بالنادي الأهلي طبعا لأنسى خالد بيومي دائما أبدا الحقيقة بهذه الشخصية المصرية الرائعة الجميلة يعني لكن كم الإشهادة والاحتفاء والاحترام أنا ممكن أنا نادرا مش نادرا أنا عمري ما بطلع موبايلي على الهواء لكنه يعني النادي الأهلي هو أفضل نادي إفريقي وعربي أهم نادي في المنطقة كلها الأهلي لابد أن يعامل مثل كبار العالم وجود الأهلي في قطر لا يقل أهمية عن وجود ريال مدريد هذا هو النادي الأهلي المصري فخر العرب نحن في قطر سعداء بوجود الأهلي وجود عيد كروي كرة القدم نفسها سعيدة بالأهلي دحي في القناة في القناة ودي احتفاء صفحة كأس العالم للأندية وستوديو قناة الكأس القطرية من المتوقع أن يشاهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية هي المباراة الوحيدة في ذلك اليوم ما بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي ما بين واحد ونص إلى اتنين مليار شخص حول العالم هكذا يتم الاحتفاء والتقدير للنادي الأهلي أعزائي ضيوفي الأعزائي ده المعتاد اللي بنشوفه يا كابتن شوبير دايما من الأشقاء سواء في الإمارات أو الأشقاء في قطر أو حتى في السعودية وفي كل الدول العربية النادي الأهلي بنشوفه دايما بياخد حقه وبنشوف النادي الأهلي بيمنح ما يستحق من حفاوة وبيمنح ما يستحق لرصد للتاريخ وأنا عايز أبدأ من الصورة اللي كانت معنا على الشاشة اللي فيها ميسي لأن الصورة دي طبعا مرتبطة بحدث لازم نتكلم فيه بما أن حضراك روحت الكاس العامل لأنديه وقرأت كاس العامل لأنديه نعم أنا بشوف يا كابتن شوبير أن إحنا كمان خمسين سنة نعم حنقعد نحكي عن اللحظات والوقت اللي كان فيه النادي الأهلي ده اللي قصب أولهم براح في الأفان تتر ده اللي هيحصل احنا بتحكيرنا عمر بي لطفي وواواوا من سنوات طويلة والله يا كابتن شوبير ده اللي هيحصل هنقول لهم يا جماعة النادي الأهلي عاش تلك الأحداث نعم النادي الأهلي في وقت من الأوقات شاف تلك اللحظات نعم النادي الأهلي جمهوره حس الإحساس ده بجد مش إحساس افتراضي وعشان كده السؤال مش إحساس افتراضي ده فيه افتراضي وفيه وهمي وفيه تخيلي استنى طب وإيه الفرق بين الافتراضي والوهمي والتخيلي والله الافتراضي شيء يعني ممكن يحصل الوهم يعني أنا بيهيق لي التخيولي بقى ده اللي انسى لو حصل فأنا عايز أقول لحضرتك الأهل بيعيش واقع الواقع ده في إيه وأنا حاخد من قناة الكأس وقناة أبو ظبي واربط بالأحداث هل أخذ النادي الأهل حقه إعلاميا مقارنة بالحدث اللي احنا فيه أنا بقول إطلاق إطلاقا الإعلام المصري لم يحتفي بالنادي الأهل قدر حقه لأن عندي تفسير لده لما نجى شوف يا كابتن شوبير إمبارح صفحة كاس العالم للأندية بتنزل صورة فيها بيكا مساء عربية فيها ميسي فيها بوسكتز فيهم سوارز مستنيين مين يا جماعة نحنا بنتكلم عن أحد أعظم اللاعبين في العالم ومع مجموعة من أهم اللاعبين في تاريخ الكرة مستنيين مين يا كابتن شوبير مستنيين نجوم الأهلي مستنيين نجوم الأهلي وسامة أبو علي والشناوي وإمام عشور طب اللحظة دي توصق إزاي اللحظة دي توصق بفخر تاريخي للرياضة المصرية نعم هقول ليه قول لي دي صفحة مين تاني دي صفحة كاس العالم للأندية صفحة الفيفا الرسمية نعم سأنا بأنسى بسرعة ومش فوتوشوب نعم ومش فابريكا ومش الناس اللي بتعيش على الفوتوشوب نعم ليه؟ لأن اللحظة دي يا جماعة مفترض مقارنة بإنجازات الأندية المصرية هي إنجاز ما لم نتحدث عن النادي الأهلي هي حل يعني مع النادي الأهلي هي إنجاز ما لم نتحدث عن النادي الأهلي هي حل ليه؟ لأن أي فريق مصري لو حب يعيش الصورة دي في أي حدث حيدفع ميزانيته كاملة عشان يجيب النجوم دول ويجيب انتر ميامي ويلعبهم مباراة ودية ويتحايل على اللعبة دي والنبي يمس إنزل يلعب عشر دقايق نعم عشان بس نفرح إنزل يلعب عشر دقايق وفي النهاية حيصنف كاماتش ودي إنما أنت بتعمل ده في احتفالية رسمية وفي مباراة رسمية ومعاها يا كابتن شبير شوفوا اللي بيعيشه النادي الأهلي على كل المستويات وفي نفس اللحظة بتكسب جايزة كتصنيف أفضل نادي في الشرق الأوسط وبتكسب معاها كمان إن انت بتخرج صفحة الفيفا الرسمية بتتكلم عن كاس التحدي اللي حتى حاول يفوق من الصدمة هيلقى لقى في صدمة جديدة ده فيه كاس تحدي هو بجد ده فيه كاس تحدي نزل على الصفحة الرسمية بتخيل حضرتك بتعيش كل ده وفي انتظارك إيه كابتن شبير في انتظارك مباراة في حالة الفوز على أبو تفوجو أو باتشوكا كان اللي حيوصل منهم تلعب مع ريا المدريب انت أصدق الكاس ده فارس ده بجده عشان الناس لما يجي حد يسلمه ما يقولش حد جامل فيفا ومحدش جامل فيفا احنا جايبين الكاسة هو وكأن الفيفا هي اللي بترد بكاس التحدي كاس كمان قري فتخيل كابتن شبير كل ده بتعيشه هل اللي أنا بقوله ده نال ما يستحق من التغطية الإعلامية أنا بقول صفر لم ينجع أحد باستثناء قاتل أهلي وبعض اللحظات كده في القنوات الغرفة قوية وما دون ذلك عندي تفسير واحدة كابتن شبير انه ربما الناس بتعتقد ان ده حلم مش حقيقة فمش بصدقين النواب جد فمش بيدو حقه إنما أنا بقولهم يا جماعة فوقه ده واقع النادي الأهلي ومش حلم طيب أنا بس الزملاء اللي في قناة الكاسة اللي بشكرهم الحقيقة حسب الأسماء اللي بتتبعتلي المقدم هو الزميل العزيز فصل الهاجري والكابتن طار ماكو المحل الجزائري الكبير والكابتن فادي العمري لهم كل التحية وكل الشكر فلسأ النقطة مهمة جدا قال إنه الأهلي لم يحصل على حقه كاملا وإنه بدل ما بنشيد وبدل ما بنفرحه وبدل ما بنحتفل حولناها بالاسكندراني عشان فارس يتبسط إلى عركة عركة بقت عركة هشجع الأهلي يا عمى والله ما تشجع الأهلي مش عايزينك تشجع الأهلي بس إحنا بنتكلم على القيمة بتاعة الحدث نفسه القيمة بتاعة النادي المشارك نفسه الإنجاز الذي يحققه الأهلي أو الذي حققه النادي الأهلي ونتمنى أنه يستمر بإذن الله هل تتفق أنه الأهلي لم يأخذ حقه وأنه الأعلام وكان ده مقصود من البعض أنه بدل ما كله يتكاتف عشان يحتفي وليس يشجع في فرق بين الاحتفاء وبين التشجيع بالنادي الأهلي وما قدمه لا خلي طوبة فوق طوبة وخلي العركة منصوبة بس كابتا في قناة النادي الأهلي وخضرتك كنت عامل تغطية رائعة الحقيقة في قناة النادي الأهلي أحتفوا بالنادي الأهلي أما في قنوات أخرى أعتقد أن هم كانوا بيعذبوا نفسهم بقرعة كأس العلم للاقندي بيعذبوا نفسه؟ وهما اختاروا بإرادتهم أنهما يعذبوا نفسهم معرف أنت أنه يكون حد الحدث مش يعني قوي او مش قادر ان هو يدي عواطف ليه او مشاعر ليه وحاسن ده بيبعد النادي الاهلي اكتر واكتر عن كل الخيالات اللي كانت في ذهنه من ستينيات القرن الماضي فبدأ يروح لحطة التعذيب طب ايه حطة التعذيب وانا لما جيب نجم زمال كاوي احطه يعقب او يتابع قرأة كأس العالم الاندية ومعنديش اعتراض لا انا هخليك تكمل زي ما انت عايز خليه ما ناخدهاش في القطار ده انا بتكلم على الاهلي يا اسامة ليه ما اخدش حق وليه الناس تلززت انه بص بقى بوزنا لهم الفرح وعملنا لهم حاجة نشاز عشان ما يبقاش فيه الاحتفالية اللي طالق بالنادي الاهلي فانا مش عايز اخدها في اطار السوداء اهلاوي وده زمال كاوي كامل بقى زمال كاوي ان انت جبت نجم زمال كاوي مشهود على مدار تاريخه انه هو عنده عدم تشجيع لنادي الاهلي ما جبتش مثلا طبيعي انك تعتذر ما تغطيش تغطية النادي الاهلي ليه لان النادي الاهلي حاليا في حدث عالمي المفترض ان يكون اللي بيتابع او بيغطي الحدث ده على قدر الحدث العالمي انا ضد فكرة اي سؤال لاي نجم صابق اهلاوي او زمال كاوي انت لو الزمالك لاعف وبطولة افريقية او قرية هتشجع الزمالك والعكس انا ضد السؤال ده لان السؤال ده بيضع النجم بين مقصرة الجماهير سواء جماهير الاهلي او زمالك ومش في محله واتمنى الناس تتوقف عنه ولكن فكرة ان انت تكون عندك برنامج او عندك قناة ومش قادر تستغل احتفال النادي الاهلي وجماهير وبقرية كأس العام الأندية وتاخد من النجاح ده جانب انت اللي خسرانك قناة وانت اللي خسرانك برنامج وانت اللي خسرانك برنامج يعني انا مثلا ايه في اي حاجة عندي معارضة وعنده مش عارف لكن لما يبقى فيه انتصار فالناس كلها تبقى فرحان اسواء المعارض او 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 ما انا بقولش ان انت ما تظهرش فرحتك او ما تظهرش ساعتك بس انا احنا بدل ما نبقى فرحانين يعني الصورة اللي حضرانك بتعلق عليها واللي فارس علق عليها بتاعة كاس العالم دي دي صورة فارس قال قال كلمة جميلة جدا قالك بعد خمسين سنة اللي ربنا يديره يا رب العمر والصحة ويتحاكى بمثل هذه الصورة انا ليه ما وصلتش ان انا اخلي الناس في مصر سعيدة بحدث بانتصار مش النهار ده بس يا كابتن لو راحت الاسباب هتروح لأسباب واضحة جدا مش النهار ده بس النادي الاهلي لما كان بيحقق بطولة دورة ابطال افريقيا بتلاقي دايما حتى في الاحتفاء ببطوات النادي الاهلي بتدخل اسماء اندية اخرى تستفيد من احتفاء النادي الاهلي وانا دايما بقولها كلمة منافس النادي الاهلي دي لها فلوس دي بتدخلك رعاية لان انت منافس النادي الاهلي لان انت متواجد في مسابقة فيها النادي الاهلي ولكن البعض مش قادر يشوف الفارق اللي بقى على ارض الواقع واضح للجميع ما بين النادي الأهلي وما بين كل أنديت أفريقيا في شمال أفريقيا بيشوفوه فبيدوا النادي الأهلي حقه في كتر بيشوفوه في الخليج بيشوفوه فبيدوا النادي الأهلي حقه هنا مش قادرين يشوفوه فمش قادرين يدوا مش عايزين يشوفوه فمش عايزين يدوا النادي الأهلي حقه فبيقع في مشكلة اللي هي يقلبها عركة ليه تعالى نبوز الفرح ده لكن جميل النادي الأهلي كانت أقع من كل ده وكل جمهير النادي الاهلي وجيت رسالة حقيقي كان جميل لكل ناك احنا مش عايزينك تشجع بالعكس يعني انا مش عايز اقول ان جمهير النادي الاهلي شايفة نقطة مهمة جدا وانتوا ممكن تعدون الافان تيتر تاني يا جماعة سريعا كده يلا بس اما تجازوا اقولوا جمهير النادي شايفة نقطة وكلنا عندنا قرحات بيها ان اي حد بيشجع النادي الاهلي هو اضافة ليه مش للنادي الاهلي لكن عكس اندية اخرى ممكن يتباهوا وافراد بيشجعون ديهم ويبدووا يحطوهم في السي في ويبدووا يحطوهم في تيترات احنا ما دعش الكلام ده يا كابت احنا عندنا النادي الاهلي هو اساس الموضوع انت تكلمت عن نقطة عمر لطفي اصلا جمهير وهتا في النادي الاهلي حلمك يا عمر لطفي حقيقة اسم بيكبر وما للكون شفت اسم بيكبر كل دقيقة شفت بقينا كم مليون احنا مش بقينا كم مليون انت بتتكلم عن اثنين مليار او مليار ونص هيشوفوا اسم النادي الاهلي بيواجه انتر ميامي في بطولة تاريخية معادل افتاح ضغير عشان ايه حد فهم طبعا قيمة طب انا بس عايزة افرقكم على الافانتتر كده سريع لان كمان معانا زمننا فاروق صلاح وفكروني احكي لكم حكاية بمناسبة اللي بيشجع الاهلي وزمالك حكاية يعني الشود عليها احياء يرزقون يلا سمعوني احلام زعيم افرقيا مش بتقف طول ما وراجه مهور العظيم اللي يستاهل احلى جايزة ووراك يا اهلي فين ما تروح and the top title winner is الاهلي هو ده كان قال الافانتتر عملنا لانه ده يعني يمكن بحاجة كده ابتدعناها من بداية البرنامج وكنا اصلا عملنا على حلقة او حلقتين فمع طلب الناس فبقت مستمرة من فضل الله فملقناش النهاردة غير الكلمتين دول للجمهور العظيم ده وانا بضم سوط سوطك انه رغم كل المحاولات عسامة اللي انه الجمهور اوقف او اعرف انه اعرف يفرح اعرف يفرح دي مسهلة حلوة اعرف يفرح دي مسهلة عرف يفرح هحكلكم حكاية جميلة بقى انه ابطالها انا ورضا عبد العال بس خلانا اخد فاروق صلاح من الدوحة فاروق مساء الفل يا فاروق برحب بك طبعا كابتننا الكبير الكابتن احمد شبير برحب بك كابتن احمد وبرحب طبعا بالزملاء العزاء محمد فارس و احمد اسامة وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان كابتن شبير حينما يتواجد الاهلي يتواجد الحدث يتواجد للتاريخ سعداء على اللحظات السعيدة النادي الاهلي بيخلينا نعيشها الاجواء والامور هنا تخليك بتشعر بالفخر بانتمائك لنادي عظيم هو النادي الاهلي يا كابتن شبير يلاحك يعني خلينا اقولك يا كابتن شبير اللي النهاردة الفريق اختتم تدريباته على ملعب النادي الاهلي بمدينة ناصر مستر مارسل كولر كلام وحديثه مع اللعبين ان شاء الله كلنا قد التحدي بعد التدريب طبعا اللي يعني شهد حالم الجدية والحماس من كل اللعبين مستر مارسل كولر أعلى عن قائمة بالضم تمانية وعشرين لعب للصفر والتوجه إلى قطر والدوحة الاهلي بيفتقد اللي هي لجهود أربع لعبين مميزين الدولي علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد والمرشح لجائزتين في القرى الافريقية كأحسن حارس في القرى السمراء وأحسن لعب داخل القرى السمراء مصطفى شبير اعتقد أربع أوراق مهمة جدا النادي الاهلي بيفتقدهم لكن تمانية وعشرين لعب موجودين مع بعث التفريق للنادي الاهلي النادي الاهلي أنا هتدريباته ثم توجه إلى مطار القاهرة الدولي ومن ثم طبعا استقلال الطائرة الخاصة والتوجه إلى قطر بالتحديد الدوحة مشاهد كتير جدا بنجمعها كابتن شبير من المطار من لحظة وجود التوافد اللاعبين تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي اللي أنا أكيد أنت عارفة كابتن شبير بيتحامل على نفسه وعايز يقول اللعيبة أنا موجود معاكم كان لي رسالة تحفيزية للعبين في مطار القاهرة الدولي طبعا وجود المهندس خالد مرتجي القائمة بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي الأستاذ طارق أنديل الدكتور محمد شوقي الجميع بيقول اللعيبة احنا موجودين معاكم طبعا الأحاديث الجانبية اللي بنشوفها من اللعبين وجوه لعبة النادي الأهلي عندهم تركيز كبير جدا في هذه المرحلة مرحلة مواجهة إن شاء الله يعني المنتظر نواجه نادي بوتفوجو أو باتشوب اللي طبعا اللقاءهما يكون غدا بمشيئة يعني الأحاديث بقى الطيارة كابتن شبير بتجمع بتشوف كده مشاهد مستر مرسل كولر الشخص الوحيد اللي على اللقاء يعني لبعض الدقائق كده تبعناه بيتفرج على اللقاء اللي كان جمع ما بين بوتفوجو وقاتكو مينيرو في نهاية كأس اللي برتدورس تفرج على بعض اللقاطات النادي باتشوكا بيحضر في انتظار فريق من الاتنين إن شاء الله يعني الأحاديث اللي بتدور بينه ما بين يعني هيرالد جامبريل المدر المدر بالعام أو مساعد مستر مارسل كولر في التحضير لذي المواجه يسين الميكاري ودوره التحضير لمجموعة من الفيديوهات لمستر مارسل كولر أحاديث طبعا ما بين اللعبين الدوري الكبير جدا اللي بنقول عليه بيقوم به كابتن محمود الخطيب في التحفيز للعبين طبعا رحلة تيران استغرقت يعني ساعتين وخمسة واربعين ديئة كابتن شوبير كان الوصول اللي بيلي دائما مشكورا يمكن أنت ما تبعت ناش لكنه عايس ألك عن بكرة هل الجهاز الفني حيتابع مباراة باتشوكا مع ابو تفوجو من أرضية الملعب تمرين الفرقة حيكون الساعة كام هل اللعبة حيكونوا في الفندق ولا حيكونوا في الملعب الترتبات بالنسبة للقاء الغد ومتابعة المباراة وتدريب الفريق ازاي يعني أدرون لحضرتك اليوم بالنسبة للفريق غدا بإذن الله كابتن شوبيرا هيكون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ثم التحرك إلى ملعب الإرسال اللي هيستضيف تدريبات للنادي الآلي على مدار يعني أيام البطولة إن شاء الله نستمر هنا على مدار هذه الأيام هيكون التحرك في تمام الساعة الثانية والنصف تدريب الأول هيكون للنادي الآلي في تمام الساعة الثالثة ثم العودة إلى مقر إقامة فريق للنادي الآلي تناول وجبة الهداء يكون في تمام الساعة السادسة ثم طبعا المباراة هتكون في تمام الساعة الثامنة اللي هيتجمع ما بيننا بوتفوج واباتشوكا على ستاد 9-7-4 طبعا في تحضير من الجهاز الفني من اللعبين إن شاء الله يكونوا متوجدين في أرض الملعب سواء الجهاز الفني يعني في تحضير إن شاء الله يكونوا موجودين في أرض الملعب وده كان من النقاط المهمة نادي العالي وجبة العشاء هتكون في تمام الساعة قلة العشرة في بعض الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الدولي ومسؤول الفيفا طبعا للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة باللبس للنادي العالي كابتن شوبر طبعا الاسم اللاعب بيبقى لي مساحة معينة أيضا الإعلانات لها مساحة معينة أعتقد الاتحاد الدولي بيركز على هذه التفاصيل عايز على نفس السياقة كابتن شوبر أقول لك طبعا موجود هنا منذ أيام لجنة الاشتراكات والعضوية للنادي العالي قبال كثيف كبير جدا من الجماهير للنادي العالي الراغبة في الحصول على عضوية للنادي العالي الجميع بيتصابق للحصول على عضوية للنادي العالي من هنا بقالهم أكثر من خمس أيام طبعا الأستاذ الطريقان رئيس لجنة العضوية في للنادي العالي الأستاذ محمد رمضان هو رئيس لجنة الاشتراكات وأستاذ محمد أبو قيل هبا عدلي الجميع ليتوانى طبعا في تقديم كل الدعم محددين موعيد طبعا من الساعة الثانية للساعة العاشرة طبعاً لاستقبال أعضاء النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي الراغبة إن شاء الله في الحصول على عضوية النادي الأهلي يا رب كابتن شوبرز هم يتعودين تكمل على خير بإذن الله نقدر نحقق الانتصار في المباراة الأولى نتكمل مشوارنا إن شاء الله بإذن الله ونكون على الاستعداد لمواجهة فريق ريال مدريد في المباراة النهائية بإذن الله طيب الحياة عندي طلب كتير ناس بيقولولي شوف لنا المشجعة الأهلوية الجميلة اللي كانت بتهتف للنادي الأهلي وتحاول تجري معها لقاء الحياة وهو طلب أعتقد جميل وهي تستحقه عن جدارة وعن استحقاق هنسيبك دلوقتي يا فاروق وإن شاء الله ممكن نرجع لك تاني خلال الحلقة لو عندك جديد لكن اللي من دول إحنا موجودين معاك وإنت موجود معنا باستمرار بإذن الله حد أعزول حاجة لفاروق؟ لا طبعا أمشكره متعلق القلعاء ده يعني فاروق دينمو يعني فاروق دينمو ده فارس عايز تقوله حاجة؟ لا أمشكره دايما ويا رب يفضل وشه وخير على النادي الأهلي كده يا رب دايما بشكرك يا فاروق شكرا جزيلا الناس كتين عمالات بعتلي على الزملاء الإعلاميين العرب المحترمين اللي دايما بيشيدوا بالنادي الأهلي منهم الصديق والزميل الجميل الكبير أيمن جادة ده إعلامي أعلمي أيمن جادة ده اعلامي اعلامي يعني انا شخصيا من الناس اللي بتعلموا من هذا الرجل المحترم الجميل الكبير هو ايضا اللبناني علي زين علي زينه كتير جدا انا بس بتكلم على الرسالة اللي بتجيني كتير جدا من الناس مش عايز انسى حد لان كلهم ناس محترمين خلى نروح لفاصل ونرجع تلك اشتركوا في القناة 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 ان هو يحاول يقلل من نجاح النادي الاهلي وانا كابتن بحط نفسي مكان اي مشجع مش اهلاوي خلينا نسأل نفسنا كده هو مين قدر يلعب عشر بطولات كاس العام للاندية الاهلي مين قدر كفريق مصري وحيد وحيد اخر ما يقرب من ربع قرن حق دورة ابطال افريقيا لدرجة انه اخر خمس سنين بيلعب خمس نهايات متتالية بحق اربعة هو مين النادي اللي منتظر مواجهة ابو تفوج وريال مدريد واللي راح كسل عالم للاندية بالقرعة دي فانا كابتن بشوف انه لما حد يتحط وهو غير اهلاوي في ظروف نفسية قاسية اوه زي دي فهو يحس ان الاسهل لي ان النادي الاهلي يقع مش انه هو ينجح الاهلي بعد اوه كابتن بقت بقت فعلا بعد عن اقرب المنافسين لي فبقى كل حلم المنافسين يا كابتن انه هم يشدوا النادي الاهلي لتحت لانه اعتقد الصعود لما كانت النادي الاهلي شيء غير قبل للتحقيق فاعتقد ان احنا لازم نبادرهم شعور التعاطف الشفقة انهم ما يصعبوا عليك خليك رحيم تعاطفك وهدو مش كفاية مش هنقدر نعمل لهم اكتر من كتر تعاطفك وهدو مش كفاية نقطة مهمة الاهلي بتعد طب هو السؤال طب ما تحاول تقرب مش قادر مش قادر حاولت والله صحح كلامك يا رزل او يا الله يا رزل صحيح شادر خالص فيش خالص خالص مش جاية طب يعني مش جاية والله مش جاية طب فيه ربطة يعني يعني حاول بس بحاجة كده يعني ابنك بحاجة يعني مش جاية والله يا كابت طب نعمل ايه يعني طب ما ما تبطل تكسر ما نعمل ايه ما انترزيناه ما اترزيناه يعني انت ربنا ربنا علي مظروفك ما اترزيناه طب مصعي طب اترزينا لانا معاك وانا الاهلي يا كابت لا لا انا الاهلي والله والله العظيم والله فعلا بتكلمه صح يعني ما هو يتحاول وتجتهد يا تتكسف يا ايه تتكسف والله يا تتكسف او تسكت او يعني بس يعني افضل حاول طول الوقت بحاول تلحق يعني هو طب ما فيش مانع انك تحاول تلحق ومش عيب ومش حرام ولا حاجة بس هو اللي مش حرام بقى بجد ان انا باكسب وان انا باكتهد وان انا زي ما قال فارس ان انا اخر خمس مطلات انا موجود في النهائي انا لعب انا كسبان منهم اربعة انا في عشر منافسات كس عالم انا موجود في كل المناسبات الكبيرة انا مشرفك انا رفع راسك في السماء مع حاجات كتيرة ما لازم الناس تفهمها يعني انا الاوان انه الناس تفهم الاهلي بيعمل ايه الرياضة المصرية وسامة كابتن الاهلي في الرياضة المصرية مع محمد صلاح هو اللي معرف العالم كله ايه رياضة مصرية ده اخر من 2010 اخر بطولة دوري امم افراقيا خدها المنتخب احنا اخرنا بنوصل لنهاية امم افراقيا او بنصعد لكاس عالم بنطلع من دور المجموعات وبنعملش اي حاجة تخلي العالم يشوف مين كرة القدم المصرية النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي قادرين انه هم يحطوا الرياضة المصرية في المحافلة الدولية مع محمد صلاح ما دون ذلك ما فيش اي حاجة للرياضة المصرية تذكر غير النادي الاهلي ومحمد صلاح طيب النادي الاهلي عنده ايه كمان؟ لا ده انا عين سأقول لك ان الامر قاسي جدا 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 على اي نادي اخر غير النادي الاهلي لأن النادي الأهلي مش بس بعيد دلوقتي يا كابتن ده النادي الأهلي بعيد أوي 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 عن قارب منافس ليه إذا تم استغلال كأس العالم بشكلها الجديد البطولة التاريخية دي الاستغلال الأمثل بمعنى أنت قادر الآن لو كنا بنتكلم عن سيطرتك على قارة أفريقيا وأن أنت بتصعد خمس سنين على التوالي للنهائي تقدر تخلي الخمس سنين دول عشر سنين على التوالي ليه؟ خلينا نكلم بضوح أنت كنادي أهلي معاك التراجي التونسي معاك سن دولز معاك الوداد البيضاء المغربي اسم النادي الأهلي مع كامل احترام وتأديل لكل هذه الفرق وشعبية النادي الأهلي مش بس في أفريقيا والوطن العربي حتى الاسم عالميا تقدر كبراند تروج ليه بشكل قو جدا يخليك بعيد قوي عن أي يوم نفس ليك من الدعم الفني للدعم المالي لرعاية لحاجات كتيرة جدا نكابتن نقدر نستغلها هنبقى صعب أن احنا نشوفهم اللي هما بيتكلموا عنه الوقت وصعب عليهم قوي قوي أن هما يشوفونا هما كانوا بيشوفوا أقل حتى مننا مش هيشوفونا منذ 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 الهزيمة أمام سن دولز والكل توقع أن هتكون دي النهاية للنادي الأهلي وإذا بالنادي الأهلي بسبب هذه الهزيمة وفي هذه البطولة نفسها بيفوز بالبطولة وحتى هذه اللحظة ربنا دي مع نعمة الأهلي لم يخسر واحد بس يا كابتن اللي قال هدد أفريقيا عصام الشوالي لما ألوم أفريقيا هتدفع وكمان عارف البعض الرياضيني المصريين مش عارفينه عن النادي الأهلي إن النادي الأهلي بلغتنا كده وبالعامية يقول لك لو وقع له ألف قومة يا صام الشوالي لما شاف النادي الأهلي أمام الأندية التونسية واقتنع بجدارة النادي الأهلي بفوزه بالبطولات القرية على الأندية التونسية خليه يطلع ويقول لولا النادي الأهلي كان للأندية التونسية أشياءنا أخر في أفريقيا فراجل عارف يعني إيه الجدارة وده المنافس اللي لازم نحترمه يا كابتن منافس لما أنت بتكسبه بيبقى عارف أنت جديد بالمكسر حتى لو أنت لما كسبت هنا السنة اللي فاتت في الفاينال الناس كانوا في منتهى الاحترام ومنتهى الجمال ولا أنس لقطة مصطفى الشبيري لما جري ساب الاحتفالات والفرحة وسط ميت أل وجري على من الله مميش في صورة رائعة جميلة وأنا أعلم أن هما مازالوا على صداقة حتى هذه اللحظة ده فعلا لأنه مطلوب في كرة القدم يعني أنا بس كنت قلت لكم فكروني أحكي لكم حكاية بس أعجب لكم خبر عاجل من جريدة الشرق الأوسط مش من عندنا هنا يعني لحد ما يجهزوه الزملاء لأنه خبر ممه عاجل بالمناسبة بقى حب الأهلي وحب الزمالك ولما رضى عبد العالي انتقل إلى النادي الأهلي وكانت كابتن جاري انتقل إلى نادي الزمالك كمدرب وهو على فكرة انتقلين موازيين بالزبط يعني أنه كابتن جاري يدرب الزمالك ده كان حدث وأن رضى عبد العالي يجي لنادي الأهلي أيضا ده كان حدث وأنا كتعلقتي بالكابتن جاري فوق الوصف فروحت للكابتن جهري أنا بقول لكم حاجات تشعودة أحياء يصدقون يعني فقلت أنا روح أتفرج أبارك للكابتن جهري المنافس بتاعي أبارك له في نادي الزمالك وروحت حضرت له التمرين وأنا كابتن النادي الأهلي يعني أنا كابتن النادي الأهلي رحت حضرت التدريب داخل نادي الزمالك وتفرجت على التدريب وبركت للكابتن جهري وفضلت على تواصل معه رجل في معامة بويا يعني وبعدين بعد فترة كده دنيا بدأت شوقته ده فكلمته كان الزمالك وصل فاينل فقلت له كابتن والله أنا شاف أنها فرصة جيدة أن أنا كنت بقى متخيل أن أنا في المدينة الفضلة يعني ومثالية قلت له إيه روح كابتن لو جبت رضا وجينا عدرنا ماتش السمالك مكتوكو في الأستاذ زمالك يكسب بإذن الله وتبقى نوع من أنواع المصالحة فالكابتن جهري قال لي والله يا ريت يا حمد فقلت له يعني عملها يا كابتن قال لي آآ آآ يا ريت حضر فنب منتع البراءة اللي خلقها ربنا يعني فقلت رحت طالع على الأستاذ ورحت واخد رضا عبد العالم معايا إلى قلب أستاذ القاهرة المشاهد ببراءة الزمالك مكتوكو وحيات ربنا وبنية سليمة وصديقة بنسبة 100% أنا عايز أقولك اللي اتعامل فينا طبعا إيه؟ لم تبتش قبلها عناوين مجلة الزمالك؟ خالص لأنا عمري مع الشريني مجلة الزمالك خالص فالمهم ما بين الشرطين قلت الرضا إيه يا عم يلا بينا؟ ملاش ملاش لازمة فمشينا وروحنا عند أحد الأصدقاء الأعزاء كان المهندس علاء الألفي كان ابن اللي هو حسن الألفي ودير الدخلية الأصبخ علاء رحمة الله يعني اللي هو حسن الألفي علاء كان صديق عزيز يعني مكتبه كان جنب الأستاذ فارحنا أحدنا تفرجنا وتمام والزمالك كسب قلت رضا إيه؟ قم بينا رضا بقى نمشي قبل ما إيه؟ الجمعير الجمعير لسه هتحتفل بالزمالك قم بينا إيه نمشي أنا سعادة كان أنا فاكرا عندي عرباء مرسيد إزدعبي ونا سعيق ورضا جنبي وطلعت جمهور الزمالك من الدرجة الثالثة ياله رب ياله أخسن بالله العظيم ثلاثة ورضا حي يرزخ رحت فين يا كانت؟ أنا كان همي أن أنا رضا آه طبعا أهراك اللي وديت؟ آه طبعا الإزاز تكسر بشكل رهيب جدا طوب وشغلانة فأنا أخذت رضا أنا يعني أنا مش بتاع سواء أنا أسوك وعيس بس فبقى رضا تحت إيدي وزحمة جدا وخايف أهبط حد والطوب بيدرب عفينا والناس عايزة تفتح الباب وشغلانة يعني بصراحة في ناس كترقال في خيرهم يعني سلكونا بس هامعج وقلت رضا خليك موط تحت ما تطلعش خالص خليك موط وكل ما يطلقهم جاي ضربوا بيدي كده وها كانت تعرف هي هتة إيه اللي هي عنخ زجاجة يعني ما هتعمل إيه بس ربنا سبحانه وتعالى فجأة كده ناس على ما عدنا بس خدنا حوالي مثلا عشر دقايق أو ربا ساعة ما عرفش يعني قد إيه يعني على ما عرفنا نعدي طبعا نعرف بديش ديش هتة بس كان اللي هميني رضا عبد العالي وقلت توبة من دي النوبة سأقول لك حقيقة كابتن بس هو كانت مثالية مفرطة بصراحة بس أنا أكلمت الكابتن جاي والله العالية العظيم كنت أعملها والله بمنتهى حسن النية والصدق وكان نفس إن الدنيا تبقى كويس حضرتك كنت كابتن نادي الأهل أنا كنت مشجع تفل صغير رأيه يا حضر المبارلة قبلها بأسبوع الأهل وقاسك عبد جيان يعني كابتن عبد العبد الحمار راكلة الجزاء اللي جات حسام حد قصما بالله كابتن وإحنا خارجين من المدرج جمهيري النادي الأهلي اللي بتحتفل ببطولة أبطال كوس طوكو طوكو يا جهري ولو في جماهير يكيد الناس بتسمع حضرة المبارلة دي شاهد على مئة ألف واحد كان دولكو طوكو يا جهري ولكن للأسف الرد اللي حصل معك لا يتناسب إطلاقا ما اللي كان بيحصل معه بس أنا بقولك عايز بس أقول حاجة في النقطة دي كابتن شبير هو ربما أنا مقتنع إن الكل زمن ليه معطلاته وليه أسبابه وليه صياقه الزمني وليه كل حاجة بتخلي الإنسان يبقى طبيعي بيشكل مشاعره يا جهري كابتن شبير اللي مش طبيعي إن أنا نروح بقى للنقطة خالص بمعنى إيه ممكن أنت ما تكون ما بتحبش الأهلي بس أكيد بتحبه مصلحتك طبعا إنما اللي لا أتفهمه أبدا إن حد يبقى عدم حبه للأهلي على حساب مصلحته ده اللي أنا ممكن ما استعبوش يا جهري كابتن شبير بمعنى يعني أنا عندي خلاف مع النادي الأهلي أو أنا مش قادر أشجع النادي الأهلي زي ما قلنا هو شعور تشجيع النادي الأهلي في سياقنا كمشجعين هو لا يستجدى أنا عمري ما حروح لواحد أقول لي هتشجع النادي الأهلي ولا ده أنت اللي تتشرف ويتكتب في سيرتك الزتان أن أنت تقول ده أنا بشجع النادي الأهلي لو أنت مش هتبادر أنك تقول ده شكرا نعم ولكن إن أنا مثلا أجي ألاقي بقى حضراتك بتتكلم في السياق وفيه سياق تاني خالص أن يكون كابتل لنادي منافس ولاقيه مثلا في الدوري اللي فات دلوقتي يقول أنا مش هشجع الأهلي والدوري اللي فات مثلا ساي كان بيهتف لبرامدز في مشهد مسير للشفقة والأو بيرامدز طب ده وصل لإيه وصل لأنه بيشجع نادي بياخد المركز التاني للسنة التانية على التوالي وبيشارك في دوري الأبطال للموسم التاني على التوالي على حسابنا دي نعم فاللي يحصل أنك ما تلعبش بطلتين دوري أبطال أفريقيا وبتلعب كونفيدرالية اللي هي لو قعدت تلعبها عشر سنين مش هتقعد في ستوديو والناديك في كاس العام للأندية ده صحي هتقعد تتفرج في عشرين تسعة وعشرين على الأهلي وهو في كاس العالم للأندية في التلفزيون برضو لأن الناديك مش موجود لأنك كنت بتشجع نادي منافس أما وإن الإطار تحط في الأهلي يبقى أنا بشجعش النادي الأهلي أنت حر ولكن أنت في يوم شجعت منافس للنادي الأهلي فشتان يا كابتن شوبر ما بين اللي حضرتك بتحكيه واللي احنا بنشوفه دلوقتي موافقك على فكرة ناخد الخبر ده من الشرق الأوسط السعودية ماذا قالت الشرق الأوسط رياضة مصادر الشرق الأوسط إدارة نادي الفتح السعودي أنها تتفقها مع المدرب البرتغالي جوزي جو ميز لقيادة الفريق خلال ما تبقى من الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر حلق بعضا من الكواليس هو الرجل عليه شرط جزائي ثلاث أشهر وله مرتب شهرين فطلب أنه يدفع شهر وينهي التعاقد أو ينهي الاتفاق مع نادي الزمالك ينهي تعاقده مع نادي الزمالك الآن هو في اجتماع مع قيادات نادي الزمالك كابتن حسين لبيب رئيس النادي كابتن حسين السيد وبعض الشخصيات من داخل مجلس قدار الزمالك في محاولة لإخناعه بالبقاء والعدول عن فكرة الرحيل عن نادي الزمالك هو ما زال خبر غير مؤكد بالضبط الحقيقة يعني بس أنا بيسعيدني في الخبر ده حاجة إن الحمد لله مش نادي التعاون ليه؟ هو ده نادي الفتح أصل لما نادي التعاون قبل كده خاد مدارة نادي الزمالك باترس كارترون قالك دي مؤامرة من نادي الآه آه 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 معلش هنا ما زال ما نزاكرة بقى أحدث فالحمد لله عندي الفتح وما فيش مواجهة قادمة بين الأهل والزمالك وما فيش مواجهة قادمة بين الأهل والزمالك بس أنا الحقيقة دائما وعبدا بشيت بجميس بقول عنينا مدرب كويس هو مدرب كويس جابتن شبير أعتقد يعني كان عامل أداء جيد مع نادي الزمالك ولكن في النهاء يعني ده شأن بقى إحنا ده شأن داخلي طبعا لكن هو خبر لازم لازم يتقال طيب خليني أشامع أسألك عن خبر أنا قلته النهاردة في البداية وهو أنه الأهلي طلب رسميا من الاتحاد المصري أنه يفتح يفتح له باب القيد في الأول من يونيو عشان الاستعداد لكأس العالم اللي هتبدأ في منتصف أو في 14 من يونيو بإذن الله بلقاء الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي جماير الأهلي الحقيقة ومعها كل الحق التدعيم أنا عندي كاس عالم عندي بطولة صعبة وبالتالي عايزين لعيبة لكنه البعض أيضا غاضب يقول لي ماهو أنت أنت ليه دايما بتقول يناير الأماشة شوية مش واسعة دي وجهة نظر يمكن تكون وجهة نظر خطئة يعني لكن هل هذا يؤكد أنه الأهلي مصمم على الدعم ومصمم على الظهور بمظهر جاية في كاس العالم ولا الأفضل أنك بتركز في بطولة عندك بعد ثلاث تيام مباراة مهمة جدا وإذا ربنا أفقك يبقى عندك مباراة أهمة بعدها شوفها كابتن المجلس الحالي بكواد الكابتن محمود الخطيب حطي على نفسه معيار عالمي نعم أنه خد النادي الأهلي حرفيا لمرحلة مختلفة تماما بقناعات مختلفة تماما وخليني أقولك على مثال الذكر كده رد الفعل نعم إحنا بنجيب الجماهير وهي بتحتفي بالنادي الأهلي وراه يلعب انتر كونتينمتل فألفين وتمانية كانت الجماهير بتحتفي في مطار القاهرة بالنادي الأهلي وهو سادس الدوري نعم إحنا وصلنا يا كابتن مع المجلس الحالي الفترة الأخيرة أن البرونزية لم تعد الهدف نعم وأننا عايزين نسعى للبطولة وأننا عايزين نسعى للنهائي ده نجاح للمجلس نعم ونجاح ملموس ولكن الحفاظ على النجاح بيطلب جهد شك جدا فالنهاردة لما النادي الأهلي يطلب بشكل رسمي من الاتحاد المصري فتح الاستثناء من 1 ل 10 يونيو فواضح جدا أن هناك خارطة طريق للنادي الأهلي تعد الكأس العالم للأنبية بشكل مختلف لأن الحقيقة انت وقعت في مجموعة أيضا وضعت عليك احتمالات باسم النادي الأهلي كبيرة للصعود نعم ليه ما تحلمش صح أنت موقعتش مع ريال مدريد وليوفي في مجموعة واحدة فقد قدر تقول الدنيا صعبة مع كامل الاحترام وتقديري أن احنا وقعين في مجموعة صعبة جدا طبعا مفيش مجموعة في كاس عامل قليلة أنت بتلاعب بورتو 350 مليون يورو قيمة سوقية بتلاعب بالميرس 210 مليون يورو أنت بتلاعب انتر ميامي حتى اللحظة دي 96 مليون يورو ولسه فتحين باب تعاقدات ماشو 7 وباقي 18 هيكمله 26 من أوروبا فانتراح فم نفسه صعبة جدا الجميع عنده هدف الصعوب بل ربما فريق ميسي عنده هدف تتوين بالبطولة وبالتالي أنت داخل في البطولة صعبة جدا وبالتالي لازم اسم النادي الأهلي يظهر بما يليق بقيمة النادي الأهلي إفريقيا وقريا وعندنا دايما طموحات أن أنت تقدر تعمل حتى لو مستحيل عشان كده دعم مهم جدا أنا وجهة نظر يتقسم على فترتين من وجهة نظر فترة يناير معين فترة عشاء عدي فترة يناير وفي نفس الوقت فترة نهاية الموسم اللي ممكن يكون التنصيق بادئ فيها من يناير حال اللي ممكن يكون التنصيق بادئ فيها من يناير هل تقدر تحدد لي لعيبة مطلوبة ولا تقدر تتكلم في إطار عام في أكتر من وجهة نظر كابتل محسن صالح قال إحنا عندنا سكوات كويس وعندنا لعبة كويس بس نوظفهم بشكل كويس ماشي رجع سألته تاني قال لنا محتاج مساك محتاج راس حربة محتاج واحد فسط الملعب ولو إني عندي أشرف داري مع ياسر مع رامي وسام راس حربة أكرم توفيق مروان عطية إمام عشور محمد مجدي أفشة لو عايز تقول مراكز لو عايز تتكلم في العموم لكنه ما هو المطلوب من الأهل إدارة من الأهل جمهور من الأهل لعبين من الأهل جهاز فني لأنه ده مهم جدا طبعا طيب خلينا أتكلم يمكن بشكل عام شوية لسبب إن إحنا دخلين على ظرف المباراة بوتفوجو أو باتشوكا فحرع الظرف ده شوية في الكلام عن المراكز عايز باتشوكا عايز باتشوكا بس اللي حيكسب بوتفوجو وإنتو عايز من هذه فكرة ما كابتشوكا باتشوكا طبعا بس اللي حيكسب برضو بوتفوجو بص الكرة القدم طبعا تحتامل مفاجئات لكن بوتفوجو لا فريق فوق مرعب نرعبنا بقى أن بوتفوجو نشوة الفوز بالدور البرازي بعد 24 سنة وقوم بشوة نشوة دوله للنزيلة دوله فشوة نشوة لا حسنا حاجة إن نتصل المباراة 120 دقيقة القلق الوحيد أنا بقيتها طبع بقى صفحة بوتفوجو وجمهيرهم القلق الوحيد اللي عند جمهير بوتفوجو هي فكرة الإرهاق نعم فنتمنى وصلهم 20 دقيقة نروح بقى لفكرة التدعمات وماذا هو مطلوب من النادي الآلي عشان يكون متواجد بشكل جيد في كأس العالم للأندية في أمريكا طيب أنا بشوف إن المجموعة بعكس الكتير جدا من ناشية فاتو إن هي سهلة أنا مش بتكلم في المجموعة صعبة إنت وصلت أفضل 32 فريق في تصنفاتهم في أي مجموعة تبقى صعبة إنما أنا بتكلم في نقطة تانية المجموعة دي بالاختيارات دي حطت على النادي الآلي شكل من أشكال الضغط بمعنى إنت ممكن في شكل من الأشكال أو مجموعة من المجموعات لو موجود مع اليوفي مع الريال كنت تقدر تقول أنا راح للمتعة أو الترجل بعيد قوي ولكن إحنا لازم نحط ظهر في اعتبارنا فريق بورتو أو فريق كبير ولكن انت فست على الهلال السعودي وليه حتقول الهلال السعودي حقولك لأن الهلال السعودي والتحاد جده تحديدا التحاد جده كانت بقيمة سوقية كانت مقاربة وعندك نتائج لفرق زي بورتو مع بعض المباريات بدكون فيها إغفاقات طب حنروح لفريق تاني زي بالميرس فريق كبير جدا لو تاريخه في قارة أمريكا الجنوبية ولكن انت نفسك كنادي أهلي بتاريخك وعراقتك انت اللي زرعت عند المشجع بتاعك ان انت قادر تكسبه مهم الجيش بقى تحط فيها ثقافة اننا النادي الأهلي اللي بكسب منتريه وبكسب الهلال السعودي وبكسب التحاد جده وبكسب بالميرس وتيجي تقول دلوقتي ان المجموعة صعبة فأنا بشوف ان انت اللي حطت فيها كمشجع أهلاوي وكعلام أهلاوي ثقافة اننا قادر أكسب بالميرس نعم واذا عندك فريق زي انتر ميامي انت بتتعامل ان فرق كتير جدا اللعبت فيها فيها نجوم وقابلت فرق كبيرة جدا كانت عندها انتدابات قوية وقدرت تعبر فاذا المجموعة دي على الورق هي مجموعة صعبة ولكن حطت عليك ضغوط ان احتمالية حتى اللعبة على البطاقة الترشح التانية موجودة نعم طب هنيجي نروح لحاجة تانية انت كنادي أهلي في ثقافتك بتقبل فكرة التمثيل المشرف لا خلاص خلصت دي مش عندنا ومخصوصا مع مجلس الإدارة الحالي وده حقيقي مع مجلس الإدارة الحالي انت لا تقبل ثقافة التمثيل المشرف انت بتروح تلعب في أي بطولة على اللقب نعم فبالتالي ده عبقى على مجلس الإدارة نفسه انه هو لازم هيشتغل على طموح جمهوره اللي هو زرعه جواه نيجي هنا نقول النادي الأقلي محتاج ايه ودي جملة بنقولها من بداية الموسم رقفة كفاءة الإسكواد بمعنى ان انت يكون عندك في كل مركز اللعيبة اللي بتحللك مشكلة نعم انا عندي دلوقتي وسامة أبو علي محتاج له كأولوية أولوية لا تقبل الجدل بالنسبال ان يكون معها راس حربة وانا ضد نظرية اصلحنا نجيب راس حربة يكون ستاند باي لوسام ما يكونش بينافس وسام لا انا اجيب راس حربة بينافس وسام لان الإسكواد بتاعي مركز المواجم الصريح فيه ما فيهوش العدد ده ما فيهوش التنوع ده انت بتوظف كهرباء أو طاهر في غير مركزهم حتى لو بيلعبوه كتير حتى لو كهرباء لعبوه كتير فبالتالي انا هنا عندي نقص نوعي مش رفاهية عندي الأجنحة اللي لازم ادخل بها البطولة كابتن شبير اسهل الموضوع احنا لازم ندخل بالخمسة الأجانب الخمسة الأجانب يكونوا في أرض الملعب أساسية حلو حلو رسمي باسم نادي الزمالك انه الآن طاقت جلسة ما بين كابتن حسين لابيب رئيس نادي الزمالك والسيد جزي جميز مدرب الفريق اللي اعلن انه عنده عرض او اعلن من خلال جريدة شرق الأوسط اللندنية السعودية انه عنده عرض من نادي الفتح السعودي بل زادت الشرق الأوسط وقالت انه خلاص انه حييجي ويكمل الموسم والرغبة في موسم جديد تعالوا روح لبعض الأسئلة لفارس وقسامة بس قبل الأسئلة النقطة مهمة جدا قالها فارس وهي انه الخمسة الأجانب يكونوا موجودين في أرضية الملعب ده انا عندي قناعات انه حتى في الدور المصري الخمسة الأجانب يكونوا موجودين في أرضية الملعب هذا بالنسبة لي لعيب هتفعله بالدولار لازم يجي يكون أكفأ من اللعب المحلي وعشان كده في حلقة مع حضرتك قلت لها عايزين إعادة هيكلة الأجانب في النادي الأهلي بمعنى إيه حاليا حتى لو هم أكفأ حالة الأجانب الموجودين حاليا ما تقدرش تلعبهم كلهم ليه لأن في مراكز مع مراكز نعم لو دخلنا علي معلول في حياته الله لو اتكلمت ببير ستاو وردو سليم هتقعد هتقعد حسين الشرحات ففي مراكز محتاجين نفكر فيها بشكل مختلف قناعاتنا لازم الأجنب اللي يجي يصنع الفارق نعم ويكون فارق بشكل كبير جدا عن المحلي نسخة وسام أبو عليم في المهاجم وسام أبو عليم كمهاجم هو مختلف عن كل المهاجمين الموجودين في الدور المحلي صح فانعايز لما جيب وينج يكون الوينج ده مختلف عن كل الموجودين في الدور المحلي بمن فيهم اللي عندي نعم ويبدأ اللي عندي يرتقي بمستوى عشان يدخل في المنافسة معاه عشان يبدأ يكون الصراع بالفعل على الدخول في التشكيل الأساسي صعب جدا تعالوا نروح لبعض الأسئلة على السوشيال لفارس وقسامة ونشوف الأخبار إيه أشرف رشوان تحياتي الحراس الأهلي هل فارس وقسامة شايفين أن الأهلي محتاج إيه عشان نكسب كأس التحدي وشكرا لأسطورة الإعلام الرياضي سريع محتاج يعمل حاجات كتير عكس المباريات الأخيرة التركيز روح النادي الأهلي أن أنت تدخل المباراة صحي من البداية مفيش مجال لتشكيل غلط مفيش مجال أن نلعبها تبقاش في حالتها الفنية سامة التفاصيل الصغيرة كابتن لأن مشكلتنا مع الفرق البرازلية في مواجهتنا في كأس العالم الأندية الماضية كانت مشكلة تفاصيل صغيرة نعم تمام الشيخ أحمد أبو سعيفة مساء الفل ياسمين عايز وجهة نظاركم في مجموعة الأهلي في كأس العالم والتدعمات المطلوبة لهذه البطولة تحديدا قلنا التدعمات وأعتقد اتكلمنا في وجهة النظر في مجموعة الأهلي في كأس العالم الأندية شكرا يا سيا سعادة الشيخ اللي بعد فوزي محمد عتمان مساء الخير كابتن شبير أيضا على كابتن فارس وكابتن أسامة هل عودت تريزيجي صفقة رابحة للأهلي المشاركة في كأس العالم الأندية فارس طبعا أنا لما الحلقة اللي فاتت كنت مع حضرتك وقلت لي اسم وقلت لحضرتك كمحل لي مش أجنبي تريزيجي أنا ممكن أقول بس نقطة زيارة طبعا أنا عايز أن تريزيجي في وقت من الوقات أنا في 2016 كنت أبص بعيني المشجع فعتبت شوية على تريزيجي لما لجي أعارة على قصة مباشرة تركي مع كم احترامي للنادي والأهلي كان محتاجه أنا بقولك بقى بوجهة نظر تريزيجي أنا بشوف أن تريزيجي لازم يكون حريص يعود الفترة الاحترافية واللي فاته من إنجازات مع النادي الأهلي بأنه يتواجد مع النادي الأهلي في مونديال الأنبياء في موراة الفتحية وطبعا باقي البطول طيب حكملك بقية سؤال وممكن نحرملكوا حاجة كده قبل ما نطلع الفاصل ومفكروا فيها يعني هل توجد أسماء من الدور المصري ممكن تبقى موجودة في كاس العالم الأندية أسماء لعيبة صح تجي تبقى تعمل عمك في السكوار فقط لجد حتى في كاس العالم الأندية تعمل عمك في السكوار بمعنى عمك يعني يعني يبقى عندك البديل المناسب أسماء مصرية من خارج مصر أسماء مصرية من داخل دوري على مستقى كاس العالم الأندية لن يصنع أي إضافة لن يصنع أي إضافة اللي بعده نهال أحمد مثال خير على الحرس الأهلي فارس أسامة دائما منورين قناة الأهلي سؤال اليوم إيه رأيكو في مجموعة الأهلي قلنا هل فعلا زي ما الكل بقول مجموعة سهلة قلنا لا مجموعة صعبة إيه المراكز اللي محتاجة تدعيم قبل كاس العالم عشان نقدر نعدي المجموعة ونصعد أعتقد يا نهال جاوبنا على كل هذه تسؤالات وشكرا على رسالتك سامح عوني تحياتي كابشوير كابتن فارس كابتن أسامة كلهم بتفرج على برنامج حرس الأهلي تعريح حضراتكم على فوز الأهلي في جلوب سكر قلناها أحسن نادي في العالم الشرق وأوسط أخذناها المقدمة كلها سامح توقعاتكم الأهلي في كأس التحدي تحياتي الحراس الأهلي المميزين توقعاتك على حسب الفريض أنا سيصعد لو بتشوكا نسب الناد الأهلي هكون ستين للأهلي أربعين لو بتفوجوا مش هادر أولغر خمسين خمسين تمني وليس توقع تمني إن احنا إن شاء الله نكسب واحد سفر في مباراة كأس التحدي ومحمد عبد منا ممكن نلعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية نروح لفاصل ودرجع نين خط نص وواحد على مركز ستة وواحد تمانية يكون بس بكب للي موجودين وعايزين مهاجم صريحة خط الدفاع والهجوم دول اللي عاوزين تدعيم محتاجين حد فرس الحربة خط الوسط برضو محتاجين في حد الدفاع برضو محتاجين في حد خط الدفاع وخط الهجوم طبعاً خط الدفاع لازم حد جمد رامي قلب الهجوم هو ده اللي محتاج دعم دلوقتي احنا محتاجين في خط الدفاع لازم خلاص ومحتاجين برضو مهاجم سوبر أفريقي وحد فرود وحد فخط الوسط وواحد مع ياسر ومع ربيعة ممكن مركز راس الحربة محتاجين برضو يبقى عندنا باكب فيه يعني طبعاً فيش جانع عن فخر العرب محمد صلاح لو يوفر رونالدو ممكن ترزجيه لو جيه هيفرق معنا يعني محمد صلاح أكيد محمد صلاح محمد صلاح مو صلاح محمد حسن ترزجيه يرجع تاني محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح طبعاً إضافة عظيمة لأيفرق يروح فيها حضرتك عارف أن منذ قليل الأهلي فاس في أولى مبارياته في كأس العالم للكرة الطائرة المقامة في البرازيل على نادي برايا كلب البرازيلي 3-1 تقدم الأهلي 1-0 تعادل الفريق البرازيلي 2-1 للنادي الأهلي ثم الشوط الرابع كان شوط صعب جداً جداً ونجح الأهلي في الفوز 27-25 بعد ما لجأ الفريق البرازيلي لألفار ولكن الفار أنصف النادي الأهلي تقريباً بالتحكيم أمين تقريباً بالتحكيم تقريباً اللجنة ببرازيلي اللي عنده فريق برازيلي يربط اللي عنده فريق برازيلي يربط لا والله دي حاجة جميلة والله العظيم أنا ما بهذر والله يا جماعة هذا النادي عظمة الله يا عظمة النادي ده فخر النادي ده فخر ملاحق لا لا يا رب دايماً النادي ده فخر أنت في كاس التحدي اللي يقدر في القطر هتلعب بعد كام يوم انت من شوية كنت بتلعب في كاس العالم للأنديا للكرة الطائرة انت من شوية كنت بتلعب في كاس أفريقيا لكرة تسلة للبنات وانت 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 يا أخي اقول شكراً وكاس عامل تلعب ن فريق أمريكي كأول فريق أفريكي وعربي يكسب فريق أمريك واليد برشلونة. واليد اول فريق. برشلونة اديله. في الخارج اوروبا. يكسب برشلونة في كاسة على. يا جماعة ما 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 تده للنادي ده حقه. اعتبروا النادي ده زي ما قالت جميلة الجملاء الجميلات بالغصف فارس واسامة. جميلة الجملات اهلي. اه. ده حضرتك. انا كيف عليك. انت حبيت الاعداء برالبيتك. اه. كيف عليك. قلبين عليك. طب وانا وانا بقول وصف خلط. نعم. وانا اما بقول جاك. انا لسه جاي قابل الحلقة قاله كابتن شو بير مريح هنا شوية. هات يابني الصورة. هات الصورة يا ابني. ونشوف هما دول دول بيخافوا. مش يا كابتن يا بقولني في البيت المدام عندي انا مليش علاقة باللي بيحصل. مليكش علاقة خالص اه. وانت? لا انا اسد. اه. اه. الله يخليك كده سمعني الاهلي كده. ايوا. ايوا خشيني زون بالكاميرا. اه. ايوا. اه. 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 ايوا كده. شفتش بالجمال والحلوة دي. فيه منتاج يا كابتن? اه. لا لا لا. احنا. ما فيش منتاج? لا لا. اقسم بالله ما كنا عايشين. يعني ما فيش كيش. والله العظيم ما بحزر. حتى بنتحك. وفرحنين. مبسطين. اهلي هو مصدر السعادة. الاهلي مصدر السعادة في كل حاجة. في الفوليما احنا بنحاول نجيب حد ان شاء الله من الباسة يكون معانا. وبحيي فرناندو المدير الفني واللعبة كلها هقول اسماعها الكتيبة كلها من اولها. استحيقها. لاخرة لكن والله. انا حي مجلس ادارة ده زي ما قال فارس زي ما الاسامة. مجلس ادارة خلى طموحنا وتطلعاتنا في حتة تانية خالص. اه طبعا. احنا رهنا في حتة في مسافة بعيدة خالص. ما دلوقتي يقولك ايه. طب يعني نكسب مثلا فرقة في كاس العالم. لا تتاهل ان شاء الله. لازم تكمل بقعان الله. طب تعمل. لا لا لا. خلاص بقى ده ده طموحك الطبيعي. ده طموحك المشروع اللي انت عايش فيه يعني. هي خبر جميل. وخبر سعيد. وخبر يسعدنا. ويفرحنا جميعا. ودايما يا رب من نجاح الى نجاح. سألتك كده قبل الفصل. محمد عبد المنعم ممكن يكون اتمنى لان محمد عبد المنعم افتقد النادي الاهلي اكتر كمان ما النادي الاهلي افتقده. طبعا هو قيمة كبيرة جدا كلاعب. كان فارق مع النادي الاهلي. انا بشوف ان محمد عبد المنعم من ساعة ما خرج من النادي الاهلي احنا تأثرنا هجوميا. هجوميا. ناس تقول لي الجملة الغريبة دي. اه تأثرنا هجوميا. اه. تأثرنا في نسب الاستحواز لانه لعب عنده كنترول عالي على الكرة. نعم. اثرنا في التدرج بالهجمة البلد اوب بتاعك. اتأثرت في حاجة كابتن اسمها الباترن. اللي هو الشكل اللي انت بتطلع بيه في الكرة. اتأثرت في كل ده. فانا بشوف ان احنا افتقدنا محمد عبد المنعم بس اللي عايز اقول حضرتك. محمد عبد المنعم افتقد النادي الاهلي اكتر. طبعا بتأك. لان هو كان مع النادي الاهلي ملك متوج على قلوب الاهلوية. ويمكن هو مشي بشكل يا كابتن يخليه يحلم يلعب مع النادي الاهلي. والنادي الاهلي جمهوره يبقى نفسه يلعب معه. لانه عمل رسالة اللي كانت في الفيديو الجميل ده. اوي اوي. من اسكى اللاعبين اللي خرجوا من النادي الاهلي. لا لا والله كنت بتكلم مش عارفها بأيه. لا زاك يا كابتن انه هو عرف ازاي يقول لجمهور النادي الاهلي انت كبير. وانا شايفك كبير. شايفك صاحب الفضل. كنت وما زلت وسط ظل. انا عايز اقول ان ان رغبة زي ما رغبة تريزيجية ييجي النادي الاهلي. انا متأكد ان حاليا رغبة منعم ان هو يجي الاهلي. وعرف كبير. استرنا بس الورضاح والتوضيح. انا معرفش رغبة تريزيجية. لا لا. ولا انا. انا جديد اصلي انت قلت زي ما كان انا كمان قلت حاصل. لا لا لا. زي ما اعتقد اي لعب مصري حاليا مر على النادي الاهلي. اعتقد اذا كان فعلا عاوز يصنع تاريخ ومجد ولقطات للذاكرة وتظل طول الوقت بتزاع عبر اجيال واجيال. فرصة حقيقة فعلا ان انت تيجي تساهم في المجد ده لنفسك قبل النادي الاهلي. لان النادي الاهلي حاليا اعتقد يعني منارة للعيب المصريين بلا استثناء. بمعنى بلا استثناء. فكرة الاعارة للبطولة. اللي هي ودة البطولة بس. بتحبزها ولا بترفضها. على حسب. بمعنى. يعني لو انا هجيب لعب مصري. انا اتمنى اللعب المصري ييجي يكمل مع النادي الاهلي مسيرة النجاحات اللي يتكمل. حلو. يعني مثلا يجي سنة. اه. مثلا. اه. بزرط. لكن لو هجيب لعب نجم كبير في المتناول. وبعيني ايه في المتناول. يعني ممكن فيه جوم عالميين جوم في جنبنا في الوطن العربي. لو في مركز معين ولعب بخصائص معينة. ممكن ييجي ويكون عنده الرغبة الاكيدة انه هنجحات في البطولة دي. ليه لا. انت انت من الناس اللي موافقين انه اللعيب ممكن يقعد معاك بطولة ويمشي. زي الهندبول كده. زي الهندبول. انا ليه بقى. لان البطولة دي استثنائية. والحادث استثنائي. فانا بطرح فكرة اله. ربما. بس طبعا كل ده يعني. بالله. قمر متعلق بمجلس دولة الهندبالي. انا احنا نفكر. اه. لكن انا مع فكرة انه. طالما احنا بنستغلب في بطولة في بطولة في بطولة في بطولة الهند. واحنا كنادي اقل بنعملها. ليه ما نعملهاش مع العيبة في المتناول. انا ممكن دلوقتي وانا بكلمة جافزين رياض محرس. مثلا. رياض محرس. حاجة جميلة. انا عايز وينج رايد. رايد محرس كان منكسر الدنيا في الدولة الانجليزي. مع اهل جادة. تقدر بطريقة تعاونك مع انديا سعودية بشكل او باخر. يجي يديك اضافة قوية جدا. انا مع الفكرة بس مختلف عن طرح نوعية لعيبة. نوعية لعبة اللي زي الرياض محرس ليه. انا عايز لعبة كابتن شوبير عايز يروح لحتة تانية. وعايز يروح لمرحلة. مع عنديش مشكلة ان انا ممكن ابقى الاداة دي او الوسيلة دي. ازاي وين وين سيتيواشن. تعال العب معي. فكاس العامل الانديا. اللعبة اللي بتطرجتها من البرازيل ومن امريكا الجنوبية. وكنت بتلاقي صعوبة شوية يجي يقول لك حلعب دوري يا ابطال افريقيا. اصل الاجواء في الدوري المصري. اصل كذا. لا. انت هتقول له احنا عندنا بلام مع بعض. هتيجي تلعب بطولة زي دي. انت هتسوق نفسك في محفل كبير وعالمي. وتقدر تاخد خطوة كويسة او انتقال جيد. وانا اقدر استفيد منك فنيا. مش عايز اللعبة الليها تشبعت او خلاص وصلت لمرحلة في الكارير بتاعها. هو بيعمل فلوس وخلاص. لا. انا عايز اللعبة اللي عايز خطوة تانية. كلين عشان اقولت رياض محرز انا عندي معطيات ليه رياض محرز. ليه ليه بروح للاعب عربي. انا بكلم على المادة. اه المادة المادة. انا رياض انا من عشاق. اه. لا. وكمان نقطة. انا بكلم على المادة. عارف كويس او يعني ايه كرة في القدر المصرية. عارف كويس او يعني ايه النادي الاهلي. لانه في النهاية عربي. لعب عربي. فكرة لعيب لعب شهر او خمستاشر اليوم دي بالنسبة لي مش محبزة قوي يعني مال. مع حضرات مش بتدور اللعب بتبني فريق بي للمستقبل. انت جاي يا كابتن بطولة. فعلا انت عايز توصل لابعد نقطة فيها. انا شايف الطرح ده مناسب للظرف. مش كمبدأ. بس في نقطة كابتن. انا وجهت نظر على الاقل سيزون. على الاقل سيزون. اه. ووجهت نظر مال بهدومه يعني. اسقصة كريستانو كده جماعنا كلاب لأساس اللهم مصلحة. خلينا اقول لحضرتك طرح. انا مسلا هروح للعيبة موجودة في في دوري امريكا الجنوبية دوريات امريكا الجنوبية او الدوريات مسلا انسية دوري برازيلي مش في الفرق اللي هتلعب في البطولة. طبيعي حيكون عندهم شغف ان هم يكونوا موجودين زي الفرق بالميرس وغيره. انت عشان تبيع اللعب ده الفكرة هتيجي تقول له تعالى العب معي البطولة ثم حيبقى عنده تارجت بعد كده. ممكن تسكت شوية. طيب. عشان معنا الدكتور مهند مجدي رئيس باست الالي في المرزي. طبعا. طبعا. ده نجم الحفلة يا طبعا. ده نجم الحفلة النهاردة دكتور مهند يا صباح الفل يا مساء الفل. والف مليون مبروك يا حبيبي. يا دكتور. دكتور مهند سماني. طيب معلش نرجع لدكتور مهند تاني. فارس مش عايز المكالمة التاني. انا سكتها عالفادي. انا سكتها عالفادي. بس انا الحقيقة ما عرفش انا وجهة نظر انا الشخصية. انا وجهة نظر فيها. انه فكرة انه حتى في الهندبول ما بحبهاش حتى في يعني انا ما بحسهاش يعني ممكن الكلام ده انا الناس تزعل مني في وحتى داخل النادي نفسه يعني لكنه ما عرفش انا يعني ما تجيش مثلا تقول ايه قدم حلقتين في خناة الالي ويمشي. لا انا عايز احس بالانتماء يعني. انا عارف ان حناك ختم الزواج. فاهم يعني معرفش ممكن تكون حاجة فكرة جيدة وممكن لعيبة تيجي تصنع الفارق يعني. بس احساسي كده. وكمان يا اسامة. طب ما اللعيب اللي موجود طلع عنه ده طول الوقت هتجيب له واحد على البطولة دي وبعدين يمشي. بقين ترجع تلعيبه في المسابقات اللي بعد كده ما هتعمل مع ازاي. مش عارف احساسي يعني. شوية. طيب. عشان معنا الدكتور مهند مجدي رئيس باست الالي في المرزي. طيب. طبعا. نجم الحفلة يا. طبعا. نجم الحفلة النهاردة. دكتور مهند يا صباح الفل يا مساء الفل. والف من اليوم مبروك يا حبيبي. يا دكتور. دكتور مهند سامعني. طيب معلش نرجع لدكتور مهند تاني. فارس مش عايز المكمل التاني. بس انا الحقيقة ما عرفش انا وجهت نظر انا شخصيا. انه فكرة انه حتى في الهندبول ما بحبهاش حتى في يعني انا ما بحسهاش يعني ممكن الكلام ده انا مع الناس تزعل مني فيه اه وحتى داخل النادي نفسه يعني لكنه ما معرفش انا يعني ما تجيش مثلا تقول ايه قدم حلقتين في قناة الالي ويمشي. لا انا انا عايز احس بالانتماء يعني. انا عارف ان احنا كتو ختم الزواج. فاهم يعني معرفش. ممكن تكون حاجة فكرة جيدة وممكن لعيبة تيجي تصنع الفارق يعني. بس احساسي كده. وكمان يا اسامة طب ما اللعيب اللي موجود طلع عنه ده طول الوقت هتجي تجيب لوحد على البطولة دي وبعدين يمشي. بقين ترجع تلعبه في المسابقات اللي بعد كده ما هتعمل معايز زي. مش عارف احساسي يعني. بص هو هي مرتبطة. اما عنا الدكتور مهند تاني. اه اسكت انت يا دكتور مهند. يا كابتن شبير زي حضرتك. صباح الفل مساء الفل والف مبروك ومساء النصر يا دكتور مهند. الله يبارك يا كابتن شبير الحمد لله كرم كبير من ربنا الحمد لله. اول فوز في تاريخ النادي الاني والاندي الافريقية. في تاريخ مشاركتنا الحمد لله في يعني بص انا بيني وبينك ايه. انا عمال حسبة وعرف الفولي في البرازيل. اه مستواهم عالي. وبعدين شفت الشطراني واحد صفر وقلت يا فرج الله. وبعدين اتعادلنا واحد واحد. قلت ربنا يسطر. وبعدين الاثنين واحد. وبعدين اه نقطة بنقطة لحد سبعة عشرين خمسة عشرين. احكيلي شو يا دكتور. احنا ما كناش سيفين انت. انت اللي تحكي لنا. انت عنينا دلوقتي يا دكتور. وبركلي الفرق كلها الحقيقة. والله طبعا اه السفر كان مرهج جدا. نعم. انا وصلت الفجر على رحلة اخرت اكتر من تلاتين ساعة عشان نوصل اه هنا. اه طبعا الفرق كانت في معسكر قبلها اه باسبوع كانت موجودة هنا. اه 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 الرسالة كانت واضحة اللي انا اعطي فيها النهاردة مع اه مع الفريق. والجهاد الفني بعد المحاضرة الفنية. نعم. رسالة واضحة من اه كابتل محمود الخطيب وانا انا انتهى للعيبة. ان انا موجود هنا. نعم. واث ثقة مننا فيهم لان انا ممثل لمجلس الردارة. نعم. ثقة مننا ان احنا نقدر نعمل حاجة. نعم. اه 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 رسالة تانية كانت استمتعوا بالملعب واستمتعوا بالحدث وطلع كل حاجة عندك وما تشيلش اهم النتيجة. نعم. اعمل عليكم بس. اه رسالة الثالثة كانت الدافع الاهم. الناس برضو ممكن تكون ناس مش عارفها انه الاتحاد الدولي كان مانع الاندية الافريقية من انها تشارك في طولة العالم من الفين وخمستاشر. نتيجة انه ظهور المستوى الاندية الافريقية بمستوى اه اه مش افضل حاجة من وجهة نظرها. انا اقولت لهم ده الدافع. ده اكتر دافع. ممكن يحبسكم ان انتم تثبتوا اه للناس ان احنا النادي الاهلي ممثل الكرة الطائرة في النادي الاهلي وكرة الطائرة المطرية والكرة الافريقية يدرين بان احنا ممواجودين هنا. من الفين وخمستاشر في حد السنة دي احنا كسبنا بطولة الافريقية ست مرة مشاركناش. مشاركناش في البطولة اللي من توجيهات الاتحاد الدول. فالنهاردة احنا الحمد لله كان مكسب كبير جدا. الله يبارك ليكي حليم. الله يخليك ببروك ليكو. الله يبارك. كان اه دروس كتير متعلمة ان مفيش مستحيل وان الملعب بيدي للي بيتعب وبيدي للي بيحترم الملعب. ما لنا شراقة بالتاريخ ولا بالاسامل الكبيرة. لكن اللي بيتعب وبيدي الملعب. هو اللي ربنا بكرمه. الحمد لله الرسالة والصالة اللعيبة وكانت ضينا على اداءهم في الملعب الحمد لله. وربنا يكرمنا في اللجائي لسه عندنا ماتش صعب جدا ايطاليا وماتش صعب جدا ايران. زي ما الناس كد. زي ما كنت بتقول فعلا بحسابات الناس. اه. ان ممكن الامور تبقى صعبة. لكن الحمد لله. عمس الاهلي مفيش مستحيل. الحمد لله. دكتور اه يعني اديني كده وصف لي مشاعرك في الكرة الاخيرة. سبع عشرين خمس و عشرين نتوقف عشان الفار نتأكد انها برا. بعدين يشوف تاتش بلوك ولا لا. اللحظات اللي الصعبة دي يحكيني شوية دكتور. اه. انا انا كنت طبعا اول ما حصل الشلنزة طبعا يعني لقيت جدا. لكن لما اه بصيت في وشوش اللعيبة قبل ما يتعرض الفيديو بتاع الشلنز. اه. اديهم واثقين في النقطة واثقين في الشروط في اله في النقطة اللي انا وان احنا اخذنا الماتش اه اه ارتحت. والحمد لله مع علاية النتيجة كانت شعور جميل جدا جدا الحمد لله يعني ربنا نكمل على خير ياه. الحمد لله. الفوز في البرازيل وعلى فريق اه اه برازيلي وعودة الكرة لطائرة الافريقية الى العالمية. الحمد لله. على يد النادي الاهلي بيمثل ايه يا دكتور مهند. لا لا اه ناعة كبيرة جدا محباك ما تشوف النهاردة دلوقتي اه ناعة رئيس النادي. اه. 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 شكرنا وسلم سلم عليا وشكرنا واحنا بنادر على النادي الاهلي وده اللي احنا كنا بنقوله انه. جاهز جاهز دروة كتير يا دكتور مهند. جاهز دروة كتير واهدي دروة كتير مش مشكلة. بس نكسب ان شاء الله. نعم. صحيح احنا بنكبر الناس على احترامنا. بنكبر. طبعا. طبعا. لما بتكسب. اه. بتفرق جدا. وفي نفس الوقت اه الجاه بتبينك وبين المنافسين بقى بعد كده لما بترجع تاخد ثقة والخبرات بينك وبين المنافسين في افريقيا او في النماطس بتكبر لان اتاخد خبرات عندنا لعيبة. النهاردة اول مشاركة دولية لها. كان النهاردة. فماتش النهاردة. فده ده ده انت بتبني اجيال ببني اجيال اه اه خبرات مع الشباب والحمد الله اكتر حاج كنا مواصلين عليها ان احنا نبقى هاديين ونبقى مركزين لانه في المتشاط الكبيرة الامور الفنية الفرواب بتبقى يبقى والامور الفنية والتكتكية مش هي اللي بتحسن المتشاط. اللي بيحسن المتشاط اللي اهدى في الملعب. اللي عصابه هادية واللي قادر. الكل ما تبقى هادى كل ما تقدر بتعرف ترجع في الجيمة. لكن هادت فيه فيه شوط احنا كنا. ده 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 نعوض ونكسة الحمد لله. فالحاجة التانية الاخيرة اعز اقول انا كانت الخطيب اول ما خلص المتش. اه لقيته اتصل بيه وقلمني وبشكر اللعيمة ووصلهم رسالة. بلهم ادي ايه كان هو اعيد فخور ديهم. هو بتابع المباراة اه في قطر. فده الحاجات المعنوية ده بتبقى معلعيبة جدا انه 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 زي مطريق الكورة دي رايح مشارك في كاس العالم في خطر. عندنا مطريق طايرة رايح مشارك في كاس العالم في البرازيل. عندنا طول الوقت طول الوقت تحديات. نحاول ان احنا نعمل ديها احسن حاجة ممكنة عشان نفرح بمهورنا وعشان نقدر نعمل انجازة. الحمد لله. دكتور انا شايف الباسة لعبتنا يعني ما اضافناش حد صح او انا مش واخد بالي. ايه ده? اه اه ضايم احنا. ما عندناش اضافات خالص. هو جرس يا بس لعيبة الكوبي المحترف. فيش حد تاني. طيب طيب طيب. الحمد لله. الحمد لله. ولعيبة كلهم مجتهدين. كلهم عايزين يزبط شبصهم. كل واحد عايز يسبك مكانه. وده عامل حالة جميلة جدا في الفريق. الحمد لله. الف مبروك يا دكتور مهند. وان شاء الله نتصل ونبريك لك مرة تانية وتالتة. محمد فارس بيحييك. واحمد اسامة بيحييك. وكل الجمهور وكل فريل عمل. والناس كلها سعيدة جدا لهذا الانصار. ويا رب يكتر افراحنا يا رب يا دكتور مهند. الحمد لله. شكرا جزينا ودعوات كل مطفقة اللي جاي. ان شاء الله يا. ان شاء الله يا حبيب ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب حاجة. نعم. اهلي خيروا. على الله. بقولك المؤمنعين مشاركة من 2015. بقى لك عشر سنين. ما هو ده كابتن اللي احنا بنقوله. انت شايل الرياضة. مش المصرية بس. ده الافريقية كمان على كتاب. فبديني حق يا. ده ديني حتة من حق. اه والله. حتة. اه والله. يعني ايه ده. ايه يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. والله العظيم تلاتة. يعني لو لم اكن اهلوية لو ددت ان اكون اهلويا يعني بشراحة ده حاجة حاجة منتهى الجمال يعني. عشان بس عشان الناس ما تاخدش القصة بتاع دي كلمة زعيم مصطفى كامل. شهيرة لو لم اكن مصريا لو ددت ان كنا مصريا. واهلويا يعني. واهلويا يعني. حاجة جميلة. كلنا نفتخر بالانتماء لمصر. لكنه والله سمع الواحد فرحان قوي. بجد والله. وبعدين وما يهوند ده حد جميل. كل اعظم مجلس درس المجل. انا عايزة تلاحة اشوف عصران. هو واقف عصران اللي هو احتفل. احتفل فيه. لانه هو اللي توقع الكرة دي هيكون برا الخطوط. فهو قاعد على اعصابه اول لما جاد برا كمان يعني لف الصالة. وهنا لازم نوجه التهنئة لمجلس دورة نادي الاهلي. نعم. برئاسة الكابتن محمول خطيب. اللي علا طموحات. شفاقين الرجل من الدوحة. شغال معه في البرازين. نعم. اللي علا طموحات. جمهيري نادي الاهلي. نعم. علا طموحات. ونقطة كمان يا كابتن. دائم الزكر. ربنا يرحم. اللي ارحم العمري. طبعا. طبعا. وطبعا مبروك للكابتن خالد العوضي. حقيقة منظومة عمل داخل النادي الاهلي. خالد ما كلهمه النهاردة. اه. قال لي. قال لي مش قادر يا كابتن. قلت له ايه. قال لي يا عيني ما بين البسكت في اه. 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 مع الفرقة. هو ما بين الفولي هو. هو عيني. بس الحياة فعلا عمل شغل كويس. عمل شغل جميل يعني. وهو في البداية كان كل ما يعني يزبط لها بتضرب منه لها بتاني يا رب العلعب بقى كلها بس البسكت عايزينا تضبط شوية كده. ان شاء الله. اه كابتن كمان الرسالة اللي اتقالت. دي مهمة كمان لمباراة. نعم. كاسا الانتركنتيننتل. ونقدر نربط بيها. فكرة العب على قدر اسم النادي الاهلي. واستمتع. وانت كلاعب اصنع لنفسك تاريخ. هو ده. وانت هتصنع فين تاريخ زي النادي الاهلي. يعني انت هتلاقي مكان فين تصنع فيه تاريخ زي النادي الاهلي. فانا دايما بقول. يعني منظومة النادي الاهلي اي حد يبغتوا بالتواجد فيها. نعم. مجلس ادارة بحق بطولات تاريخية. وانا قلت لحضرتك. تختلف تتفق في بعض الامور اللي احيانا جماهران بتصار. ولكن يا كابتن انا قلت لحضرتك. بعد سنين هذا المجلس سيأخذ حقه من التوثيق بما لم يتخيل احد. صح. ده الارقام. صح. ودايما احنا عندنا زاكرة التاريخة اللي بتكون اقوعة. هتلاقي حضرتك دايما في الوقت اللي كان فيه. نعم. اي حد بتبخسه بعض الامور من حقه. نعم. انا بقول الحركة تاريخيا. هذا المجلس سيصنف ان هو اللي قدمه النادي الاهلي كتير جدا. وبنتطلع للمزيد طبعا لان هو ده. هو ده جمهور لكم سابقة انتو الاثنين. فضل. المجلس ده نفسه في ايه عشان يبقى كامل. الاستاد. برافو عليك. نعم خلاص. نعم الاستاد. نزاكريه. كده كده كابتن محمود الخطير. اقفل اللعبة. اقفل اللعبة. اقفل اللعبة. وبنمجل الانتخابي. نعم. عائلة النادي الاهلي. كان لديه حلما واضحا. نعم. وهو استاد النادي الاهلي. دي لك حتى ورده. ده ماشي. قربوا يمضوا. اه. قربوا يمضوا. الراعي. قربوا يمضوا على اسم النادي. اسم الاستاد. اسم الاستاد. متوفر الراعي ليه. اه متوفر وشغال وميت فل واربعتاشر بس هو هيبقى باسمه لوحده ولا الاهلي يسبقه. يعني الاهلي فارس. اه. ولا فارس لوحده. اه. وصل كده او لا ايه. اه. زي اليان زيارينا مثلا هو 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 الاسم شركة امارات. امارات. اه. ناشقه. اه. لا انا بحاول افك الاصلي والله. انا ممتلنيش كلمة كده يا كابتن شو بيه. ما انت لقيم. وانا نفس اجيب حاجة ما فيه. ما انا مرار ده ان اقول لك انت قلت االيان زيارينا فانا قلت لك ده كان زمان? اه. خلاص اهو في اوضح من كده. لا ده وصل التسعة وتسعين في المهم الايجابة. ده كان وصل االيان زيارينا انه خلاص ادقص انتاك بس ده كان زمان. فده خلص الآن مصري مصري بس هو هيبقى الأهلي ولا الأهلي فارس ماشي كده انتوا شوفوا القصة كلها انزل يا عم بالدفعة التانية من الأسئلة قبل ما نروح لفاصل في الحلقة الجميلة اللي أنا مستمتع بيها نور الحكيم صدقتنا العزيزة مسائل خير كابتن شبير مسائل خير فارس مسائل خير أسامة سؤالي إيه أفضل تشكيلي يلعب بيه كولر ماتش كاس التحدي تتوقع النتيجة هتكون إيه دخلنا في التوقعات والأسئلة الصعبة نورة دائما مسعبة بس النورة جميل يلا قولوا التشكيل هتتوقع معنا كابتن يلا معاك الشناو في حراس المرمى تمام يحيى عطوة الله رامي ربيعة ياسر إبراهيم عمر كمال عمر مروان أكرم أكرم توقع دا كله صحب يلا امام رضا سليم رضا حسين الشحات حسين وسام وعلي وسام قولي يا باش الشناوي يحيى عطوة الله ماشي ربيعة وياسر إبراهيم نعم أكرم توفيق يمين أكرم توفيق بكراي أكرم توفيق بكراي مروان عطية أعتقد معاه إمام أول تالت أنا محتار فيه عشان كده هو اختيار أمر نعم أنا بقى حطيت أكرم عشان أنا محتاج أكرم بس أنت المشكلة ما عندكش مين في النص مكان أكرم أكرم مهم هي دي المشكلة لو حتة الأجنحة أنا خايف جدا لأن بوتفوجو بيحضر على مش عمك المرعب بيحضر على الفلانكس مين بكرايت آآ مين بكرايت أكرم ولا عمر عشان لازم أتقلم أكرم أكرم لأ أنا كده ولا هتحط عمر واتدخل أكرم في النص ما هو ده الحل برضو ده الحل ماشي مهدي مشكلة أنه ملحش حل الثلاثة الأمامي وسام ما فيش فصال حسين ما فيش فصال هو الرضا آآ أنا مع رضا برضو أنت مع رضا أنا بس همشي معاك وفي ده طاهر مكار رضا أعتقد أنه هو عرب يلا أعتقد أنه طاهر في فورما جيدة والمباراة دي محتاجة فنس كويس فهو طب أسأل حرارك سؤالك لأي المشكلة في البكرايت لو حضراك بتفكر تلعب أكرم باكي مين في حل ريا لا هو ممكن يعمل حاجة تانية إيه بقى هو ممكن يحط خالد باكي مين خالد عبفتاحه وخلي أكرم فوسط المال وخليك لازم على أساس أنه خالد دفاعي بس الحقيقة عمر عمر ماتش كويس لا لا طبعا ماتش اللي فات ورقة هجمية جيدة المشكلة دي اللي تحطت دي كان ممكن سهل جدا أكرم يتحط باكرايت لو أحمد نبيلكو كفحر لو أحمد نبيلكو كفحر كان حللنا المعضلة دي طوع إيبقى أعتقده لتشكيل الأقرب من وجهة نظري محمد الشناوي عمر كمال رامي ربيع ياسر إبراهيم ياهاي عطية طلاة مروان عطية أكرم توفيق إمام عشور وسام راس حربة حسين وطاهر أو رضا بس غالبا طاهر ده توقع اللي بعد جمعة الديب مساء الفلية كبشبير تحياتي للشباب ومستقبل حراسة الأهلي فارس وأسامة ياه ده أنت ابن حلال مصاف ياه ملفات لك لجنة الانضباط آه صدق بس طب خلينا نجو بعد الفاصل آه نحن نقضى نروح الفاصل ده عايز سوا سوا والصهرة تحلى سوا سوا حنغني غنوة ماشي يبقى الأستاذ جمعة الديب كان بيتكلم على لجنة الانضباط وأنا كتبته حتى لا أنسى اللي بعده يا جماعة نصر الدين تحياتي لحضراتك ضيوفة الكرام اللي بستمتع معاهم وبكلامهم عايز أقول لهم رأيكم إيه في اللي بيطلع على الشاشة يقول الأهل مش بيمثل مصر ده بيمثل نفسه اللي هو الأهل من أسبانيا مثلا توقعت حضراتكم للأهل في بطولة كاس العالم والأهل الأهل المصري رافع رأي الرياضة المصرية على مدار التاريخ أي حد يقول أن النادي الأهلي لا يمثل مصر ده حد محتاج فورا فورا بجد والله يعني يكشف محتاج إيه؟ يكشف يكشف ماشي طيب مسأخير يا كابتن شبير يا نظر الإعلام الرياضي مسأخير على درع الأهلي فارس وقسامة سؤالي تتوقع تطوير الكرة المصرية في مجلس دارة اتحاد الجديد وحل المشاكل طب إيه رأيكم نروح من فاصل لا سعيد سعيد عربة ولا سعيد غرابة عشان بس أقول الاسم صح يا جماعة المهم أنه هنا الأستاذ جمعة اللي فات وهنا سعيد غرابة ماشي خلينا لا يا ساحب علي هي الناس متوقعة الناس متوقعة طبعا أنه احنا كنا أكيد هنفتح الملف وحضرتك مجهش والله العليا العزيزي رحيل مجلس علام معقوبات الانضباط نحن عادين أيام موجود ده بالتأكيد وتعملت عدد اللي كابتن شوهير آه عسل كابتن شوهير أنا فاكر حطي إيه كده وقالي نقضي الثلاث الأربع الخميس وإحنا عارنا هاي وخميس يجيب خميس سبتي يجيب سبتي 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 مش كده أنا أحب الكلام العميق حارفة طبعا دينيلي وفوزيرها الجميلة الرائعة خلينا أروح لفاصل في نركعتين طب تعالن آآآآ مين معنا يا جماعة كبتن أحمد صلاح يا صباح الفل ولا مساء الفل أنا ما عرفش عندك صباح ولا بالليل يا بكباتين يا جميل هاي الأسطورة حبيب الأسطورة ده أي من آآآ آآ آآآ آآ آآآ أحمد أسامة ومحمد فارس بلوك صباح الفل يا اسطورة. صباح البول عليكو جميعا يا رب. تسلم ايديك. حبيبي حبيب يا كابتن احمد الله سعال سعالك شكرا. والله تسلم ايديك بجد تسلم ايديك وكلكو يعني. انتم عايشين يا احمد. انا بقول احمد عشان انت حبيبي بس واخوه الصغير يعني فانت كابتن الكباتن. ربنا يا كابتن. ربنا يا عزك رب. بجدم عايشين يا ابو احمد. فحالة من النشوة والفرحة والسعادة. انتم بجد انتم فرحين يا جماعة. طب فرحين الناس وانا بحاول كل شوية اوصل الحدث دا للناس عشان الناس يعرفوا قيمة النادي الاهلي في كل اللعبات. وانتم النهاردة في كاس العالم في البرازيل بتفتتح البطولة بهذا الانتصال الكبير. احكيلي. الحمد لله رب العالمين. انا كرم كتير جدا من ربنا والله. ودعم الادارة ودعم الجمهور. الحمد لله رب العالمين والله. انا تعرفنا جدا للفتر الثالث دي. وده كان يعني ده كان الحمد الله يعني ده الموجود اللي الحمد مرحش على الارض يعني ربنا قرامنا النهاردة وده كان بداية وربنا كانت اللي جاي ان شاء الله. طيب ابو حمد يعني اه عندنا بكرة اه مع البطل ايران مش كده? موجود. ماتش صعب شوية الساعة كان. عندنا عشرة الصورة عندوكو في الكاهرة الساعة احنا مفوض بنجمال لعنة بعد كم ساعة عامة. برا يكون في حونكو والله. بس يعني اه الفريد الايراني انا عارف الفولي في ايران اه صعب شوية. اما طرقة كبيرة طبعا طرقة محترمة بس اه احنا الحمد لله برضو طرقة كبيرة طرقة محترمة. اه. وانساء الله ربنا اقترنا ونعمل علينا والماكسد اصطبعت ربنا مساهم معاك احنا نعمل علينا يعني. اللحزات السعبة اللي في المباراة النهاردة فوزنا بالجيم الاولاني خسرنا الجيم التاني وبعدين اه التاني والتالت والتالت بقى اه 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 الرابع بالنسبة لنا واحنا في اه يعني اه النهاية اللي احتكام للفار اه احكيلي شوية. والله جدت يا احمد يعني طبعا اول حاجة الموضوع الاصطالة حر جدا جدا. رتوبة عارة جدا. جدا جدا جدا. اه. طبعا يعني ممكن بعد كل كام بونت جا تلاقي الناس مشاهد تقرب نفسها. بس ده طبيعي هنا طبيعي بس الحمد لله احنا كنا قابل المسؤولية والنمشي كان صعب طبعا جدا. لكن احنا الكرأة رجالة واقابل المسؤولية واحنا ذكرنا السرقة كويس جدا. والحمد لله كل اللي حصل في المحاضة نبتزناها عشان كده الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله رب العالمين. دايما بنخاف يا يا بالنجوم لما بنعمل حاجة محترمة وجميلة بنجي بعدها يعني بشوية كده ما بتبقاش النتيجة اه تمام التمام. فيعني اه اكيد عاملين حسابكم انتوا عايزين تفرحونا كلنا يا بحمد. والله جابت احنا راحية بطولة دي زي ما قلت يا ابن كده وقلت بكل حتة زي احنا مشراحين اداء المسؤولية احنا راحين نعمل حاجة من الاهلي ومؤمات من كلها. مم. بتزينا نعمل حاجة كبيرة ان احنا فرقة كبيرة وماجي جمهور قلب لك الدنيا على فكرة والقناة هنا عملين لك شغل احلى شغل احنا احنا بنوريك اهو يا عم احمد اهو بنوريك وبنسماعك اهو كل الجمال بتاعكو. عايز بس اقول للناس انه ان شاء الله باذن الله في حالة تخطينا اه بطل ايران اه بنص المربع ذهبي صح كده? مزبوطة هما تمام فرق صح? مزبوط. احنا بنبقى في نص كاس العالم للاندية يا ابو احمد دي ايه بقى? يا رب. اقسم بالله يا احمد. يا احمد يا احمد والله. بص هعمل لك عزوما انت وما انتو حب. ماشي. عزيزي. فكل الغالي والنفيس. بدءا من الطماطم والجبنة القديمة والجبنة الجديدة. والله. والجبنة الجديدة. والله. والله. بص. عزوما سيفود ان شاء الله في حالة وصنة. ليه المربع الدابي ما فيهاش لا فارس ولا اسامة. ليه بقى? يا اسطورة. الفرح اه كده اسطورة. اسطورة صحيح. يعني. الاسطورة حيروح يا كل واحد. حبيبي يا ابو احمد سلم لنا على مستر فرناندو. وسلم على النجوم كلهم من اولهم لاخرهم. وحتبيتونه ليلة سعيدة يعني ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. حبيبي يا نجم النجوم. كابتن احمد صلاح. حاجات جميلة. شكرا انجازينة مشكورك. حاجات نجم النجوم. حبيبي يا نجم النجوم. يا عبد يا جميل. ايه الجمال دا والحلاوة دي عبد الله. بالاسطورتين. اسطورة كمان. اسطورة واحد. اسطورة اه اتنين. تحيات محمد فارس. تحيات احمد وسامة ليف. تحيات كل الجماهير. تحيات كل فريق العمل. مبسوطين جدا يا عبد الله. فرحانين جدا جدا. عملتوا حاجة جميلة. حاجة ممتازة. وان شاء الله عندنا عمل في الله ان انتو هتكملوها بكرة. بالفوز على الفريق الايراني بازن الله. ربنا يخليك يا كابتن صدير. براحة طبعا بجيوفك وحبيبي واخواتي طبعا. مبروك يا اسطورة. ربنا يخليك ودارك فيك يا رب. وطبعا دي بداية بداية بنا ان شاء الله. مش يعني مش اخر حاجة. طبعا زي ما حالك عارف يعني تعبنا الفترة بباتل جدا. جايين قبل الكافة العالم بسبوع. في مشاكل في الصفر. في تركيز في جغض في تعب من اول يوم جينا. طبعا الماشي ده كنا بنلعب عليه ومركيزين فيه. زي ما حالك شفت والسير الجماهير. وكل جايز طبعا التركيز زيين والجغض والتعب والروح والحب اللي بين الفئة. ده اللي بيولف آآ مقاديا الجميع حالا شبط النهار الضوات. واول فوز دينا. وان شاء الله كي بقى بداية كده اخلينا في كافكات عالم ان شاء الله. وربنا يا كنت رجاي بيزي الله. طيب آآ يعني اللحظات الصعبة في اللقاء يعني آآ بلازم تقول لنا يعني لانه الأشوات متقربة خمسة عشرين تاتة عشرين تاتة عشرين خمسة عشرين خمسة عشرين واحد وعشرين بعين سبعة عشرين خمسة عشرين. اعتقد المباراة اللي بتمشي ببونت 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 دي ببقى صعبة اهوة كابتن عبدالله. طبعا يا كابتن شو بروض. طبعا بذلك اللي الجين اللي اخير الجين الرابع كنا احنا فارق اتنين دينا كنا واحد وعشرين فاعتاشر. طبعا صريق براية رجع تاني لمباراة ويبقى اللي دينج علينا بونت وخلاص ده وان فورت دي جين ديهم. آآ. فس الحمد لله يعني فعل دي ما وفي اصرار وفي تركيز والناس يعني. نصدق لها تكسب. وآآ ودي يعني مطالبة جدا وموجودة جدا عندنا في الفولي اللي انت لالت تكون حد هاتف النفس. نصدق لانتها تكسب. والحمد لله رب عمين يعني البداية حد النهاية. حتى لو كانتش حدو جزء الاسواب كلها. طبعا طبعا. آآ عنده لعبة محتربين كثيرين. الحمد لله رب عميني يعني. الفولي بقت صعبة اوه عبدالله. يا كابتن. الفولي بقت صعبة اوه ضربات الارسال والا. والا يعني اتغيارت اللعبة اتغيارت تماما. طبعا يعني يعني. 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 محوص من خبية الثامن اصع للاعاب الجماعية طبعا الموجودة. الالعاب الجماعية. آآ ده بحاجة صفة يعني الثلاث بقت كوصة بقت اصع. داية. لعبة طبعا. بقى مزال اول في قومات كبيرة وفي لعبة مميزة كتير. وطبعا التكتف اختلف. آآآ كل يوم طبعا في الديل في البولي. والحمد رب يا عمين يعني. اختار 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 شخص واحد تهديله هذا الانتصار. انا طبعا يعني. مبارك كان يوم وفاة آآ والدي رحمة الله عليه. على رحمة الله. طبعا انا باهديله باهديله يعني رحمة الله عليه. طبعا رب يرحمه ويدعى المسوى الجنة يا رب. يا رب طبعا. نلعب الرجالة ودياز الثاني. ومسرتي اللي اندعماني دايما. وكل وقت. وبيبي النادي اللي المحترمين اندعماني على طول من حول يوم. ولحضرتك وكل اللي عملك يا رب. مبروك يا عبدالله. وتحياتي لكل الفرقة لحياة كلمناك وكلمنا آآ 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 صلاح وصعدائي جدا. وكلمنا دكتور مهند مجدي. رئيس البحثة يا. رب. من نصر النصر. ومن الفرحة لفرحة. أسيبك بقى ترتاح شوية. وربنا معىك. رب. إن شاء الله كابتن عبدNOiz الاهلي حيلعب فولاد آآ الايراني البكرة ساعة تلاتة اللي هو الاربع يعني الساعة تلاتة مساء وبعدين من شيفا تانوفا الإيطالي اسمه كده في الآخر شيفا تانوفا ميلانو الإيطالي الساعة واحدة ونص يوم السبت بإذن الله كل التمنات بالتوفيق للنادي الإحلي البعثة عبداللطيف عصمان مدير الفريق فرناندو مونزو المدير الفني محمد السيد مدرب العام محمد الحسيني المدرب أحمد محمد أسامة الإداري أهاب فخر الدين الطبيب إسلام محمدي العلاج الطبيعي أسامة محمد أخصي التأهيل أحمد محمد رضا وروسبير جون زعلس محللي أداء شريف صلاح مدرب لياقة محمد شهير الدين مدلك والبعثة اللاعبين الأبطال عبدالله عبسلام عبدالحليم عبو أحمد صلاح عبدالرحمن سعودي محمد عصران عبدالرحمن الحسيني حسام يوسف محمد رمضان سيف عابد محمد عصمان أصطفى جابر خالد عادل إسلام عبدالسميع زياد أسامة ويندر جارسيا نتمنى لهم يا رب التوفيق خلينا بقى نختم باخناء يلا بي كنا منتظرين قبل أن يرحل اتحاد الأستاذ جمال العلام بما له ومع ليه أن يعلن قرارات لجنة الانضباط خصوصا أنه السيد المستشار شريم فامي ظهر وتكلم وأوضح أنه كل شيء تمام وأنه الأقبات موجودة من ما ليش دعوا بقى تعلونها ما تعلوناش دي بتاعتكو وإنت كنت قلت نقطة مهمة في الحلقة اللي فاتت قلت أنه رمي كلمة إمام دي فيها حاجة كده شكل المعايدة وأنا أكدت لك وأكدت لأسامة وده كان بناء على معلومات مؤكدة أنه لأ قرارات الانضباط سوف يتم إعلانها إيه اللي حصلت؟ أنا كابتن شوبير بالنسبة لي اللي أنا شايف الوضع أو المشهد خاص بلجنة الانضباط وإعلان القرارات وتنفسها من اتحاد الكرة ده نهاية وكأن مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أبى أنه هو يسيب ولو ذكرى واحدة جيدة رغم أن أنت ماشي وممكن تسيب ذكرى ليك جيدة لا هو حاول لحد آخر لحظة يثبت أنه هو كان أحد أسوأ الاتحادات في تاريخ الكرة المصرية وأنا بقول ده عن قناعة تم عقوبات خطورتها في اللي جاي انت سيبت إرث سقيل جدا لمجلس إدارة الكابتن هانا بوريدا أو المهندس هانا بوريدا لأنه هو أصبح هو اللي انتقل إليه لعبء بإعلان عقوبات أصبح لا يدع مجل الشك بالنسبة لي أن الأخبار اللي خرجت عبر أحد البرامج عن عقوبة غير حقيقية على إمام عشور كان هدفها امتصاص أو بلونة اختبار للضغط وعمل موهمات لو جميز مشي زي ما بيقال دلوقتي وعنده جلسة مغلقة مع كابتن حسين لبيب بتجمعهم هما الاتنين فقط لغير يمكن إذا مشي تبقى سهلة على فكرة والله يا كابتن شبير بوعد أنا سعيد أن حضراك قلته يعني لم يكن في بالي ولكن أنا سعيد أن حضراك قلته ربما ده يسهل عليهم جدا فعلا الاشتباك أو المخاوف أو رد الفعل اللي هم كانوا خايفين منه وبالنسبة لهم خلاص طلع مروان حمدي ونبقى خلاصنا من القصة ولكن اللي عايز أأكد عليه أن على مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانيا بوريدا أنه هو يدرك جيدا نقطة مهمة أن العقوبة لا تتعلق بفكرة حصل في الاتحاد اللي فات ولا الاتحاد الجاي أنت مش هتعرف تعاقب لاعب أساءل جمهور أو سب جمهور في أي وقعة جاية عشان قطر حيقولك مروان حمدي مش هتعرف تعاقب مدرب حيعتدي على حكم عشان حيقولك جمز الأندية هتتعامل بدا ده ممكن يهدد المسابقة بالكامل فالقصة مش في العقوبة بقدر ما هو أن أنت إزاي تشتغل على مسابقة صح وأنا ما زلت بقول أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الصابت يعني نجح في حاجة واحدة كابتن شوبير بانتياز وهي الفشل وهي الفشل كان عايز تضيف حاجة بدا وكان صادقنا سعيد برضو كان طرح قضية لو حابب تقوله تفضل طبعا يا كابتن أولا أنا عايزي يكون فيه تفضل كامل في طريقة إدارة الليجان والاتحاد المصري لكرة القدم بمعنى أنا حاليا قاعد منتظر أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عن نتائج اللي وصلت لها لجل الاندباط قاعد مستني من أمتى؟ من 17-6 نعم ما لسه ما طولتش ها أه ما دخلناش في السنة الجديدة satu ten 11-12 sold up ست شهور بس تمام ماشي جمز اللي يوقع عاقب انا بفترض نعم لأ ما دا سؤال مش جمز هتطلع تعمل عقوبة ازاي هتعلن يبقى عقوبة ست مباريات على جمز مدير فني نادي الزمالقة السابق ولا هتستنى في حالة انه يعمل يعني راجعة زي باترس كارترون في مرة فهتبقى شايل له ست مباريات ولا هتعاقبه ازاي طب لازم نشوف قالية كابتن ان المباريات تلاعب النهاردة بعد 48 ساعة بشوف العقوبات من لجنة المسابقات الامر المتعلق بلجنة الاندباط اشوفه معلن ما يبقاش فيه سيطرة لان لجنة الاندباط دي لجنة المفترض منتخبة ولا انا فيا مغالط هلاك قادر مني السؤال صعب شوية اوه صعب جدا مش كانت في انتخابات دا انتخابات اتحاد الكرة والليجان المفترض كان لجان لان كان في جدوى العمال لجان الاندباط اه فهل اللجان دي منتخبة وهل لو اللجان دي منتخبة تقدر اللجان بس يا تسأل جوال منهج يا ما تسألش بلاش الاسئلة اللي برا المنهج اه اه سؤال صعب اوه طبعا اللجنة منتخبة وطبقا للوايح هي لجنة منتخبة زي الفل وطبقا اللوايح كان مفروض النهاردة يبقى فيه اما تجديد الثقة في اللجنة القائمة واما انتخاب لجنة جديدة للاندباط وزا كنا عايزين نمشي صح وانا دايما بقول امشي باللوايح انا مش ضد اي اشخاص انا ضد من يخرج عن اللوايح طبعا هي لجنة منتخبة وطبقا للوايح اتحاد الكرة لازم النهاردة كنت تعلن انه تجديد الثقة الجمعية العمومية تجدد الثقة من دي اللجنة الوحيدة اللي بتتطلب موافقة الجمعية العمومية فانا انا معرفش الحقيقة هل هنمشي بنفس الاسلوب القديم انه حاجات كلها مستخبية وليه مستخبية وإيه الصعوبة انها تبقى على الهوى وإيه الصعوبة ان الناس تعرفها كلهم ناس افاضل تجديد الثقة في المستشار شيرين فاهمي والافاضل اللي معاه في جمعية العمومية تجدد الثقة فيهم كلجنة الاندباط والمطلوب منها واحد اتنين ثلاث اربعة او توجيه الشكر للجنة وانتخاب لجنة جديدة هو ايه الصعب يا جماعة احنا مصعبين من ايه احنا خايفين من ايه بالضبط وعشان كده انا بتكلم لابد ان يكون لجنة منتخبة اللجنة المنتخبة دي اي امر معني بيها برا لجنة المسابقات يتم الاعلان بشكل واضح جدا عن الاقوبات دون اللجوء لفكرة اتحاد كرسة القدم نبعد عن ادراج اتحاد كرسة القدم انا مش عايزة روح اقوبة تروح لدرجة اتحاد كرسة القدم يقعد فيها ست شهور ويبقوا مش قادرين ياخدوا القرار ونبدأ نلجأ لبلونات اختبار لان الامر صعب جدا ولا يسقط حق وراءه مطالب مروان حمدي اخطأ في حق جماهير النادي الاهلي وبالتالي يروح لاتحاد يجي لاتحاد ايه ان كان مين كابتن والله اول ما كابتن شو بيرقى يبقى القصة في المدرب يبقى القصة في المدرب لا في المدرب يعني لو اضرب من مدرجات المشكلة ما بيتخش روط الليبس وبيدي المحاضرة وكل حاجة وبيطلعوا بين الشوطين بينزلوا قبل المباراة بيكون موجود هل المهندس هاني ابو ريدا لا بصك هاتف لاني القنبلة انا قلت ايه التحاد كرة الكارل ومصر ده ممكن عشان يعلن العقوبة دي يرميها اخر يوم ويمشي لانه مش هيقدر يواجه جماهير او هيقدر يواجه عندي هل المهندس هاني ابو ريدا عنده القدرة انه يبدأ في اول اختبار حقيقي ملف زي ده ويعلن بمنطقة الوضوح والشفافية القرارات والعقوبات اللي صدرت من لجنة اندباط دون اي حساب لاي نادي مهما كانت النتائج لو قدر يعمل ده انا بشوف انه هيبقى نجح بامتياز في انه جاي يقول انا جاي غير الصورة الزهنية عن 2019 لجنة حكام اجنبية ولا مصرية لا لجنة حكام اجنبية بمسؤول فار اجنبي بتصقيف الحكام بتصقيف المحللين في الاستوديوهات موافقه موافقه وكمان عايز لك ان الامر خلص خلص اه والله اه فيه خبير تحكيم اجنبي تواصل تواصل معه المهندس هاني بريدة وانهى الامور وخبير تحكيم اجنبي من الليفل ايه وكان ومحاضر ومحاضر في الفيفا وحكم في كأس العالم شوف اللهم يا اخي شوف اللهم يا اخي شوف اللهم يا اخي يعني لو كان ناحيته كنتقول لك لهم المهندس هاني ابريدة خلص مع محاضر في الفيفا خبير تحكيم مشهود لوب الكفاءة عروست لا الاسم ايه لا مش ايه كلام طب انا اقول لك حاجة مش ايه كلام الاتحاد للمصر انا يتحمل الراتب ايه كلام برضه انا من اجد اتحمله الراتب انا انا ابريدة هتفع من جيبه اتحاد الدولي هتفعه والله هيحصل اتحاد الدولي والله ما هيحصل والله ما هيحصل وحتى لو اعلى اتحاد الدولي اتحاد الدولي عشان سوضع عيونك طب ما يتحمل لبروندي ما يتحمل للكاميرا ما يتحمل ليرواندي ما يتحمل لتونس اللي بياس عليه المهندس هاني ابريدة يعني هو يعني ابنك اي انت اه مش هيني انا مش هيني انا وفعلا هو مهتم بهذا الشأن وفعلا مهتم بكلينة ييجي كمحاضر ولكن في نقطة مهمة بكلينة ييجي محاضر اسبوع ده انا عرفته بس نقطة الاهم البسكة بل اسمه ايه البسكة بل اسمه النقطة الاهم بقى كل ده كل ده احنا ما وصلناش للنقطة الاهم ولا وصلنا لمشكلة لاجنة حكام المساعدين المصريين للاجنة مين بص انا شخصيا بوضوح شديد جدا ناس اللي موجودة دي انا بحترمها كابتن ياسر عبرقوف كابتن توفيق السيد كابتن تامير دوري شايفهم ناس شديد اللي احترام بيشتغلوا في صمت وفي هدوء بشكل جيد وله هم موجودين وتحت المسمى جيد مع راجل خبير اجنابي جيد انا ممكن اقول فيها المهندس انا بريده راح لحد تاني كابتن اصمع فتاح اه ما منفعش اصمع انه غيره بنبقى رئيس لاجنة لا هو لن يقبل ده هو ضد الخبير الاجنابي على حسب المحاضر اللي جاي وعلى حسب العلاقة اللي بتربط كابتن اصمع فتاح بالمهندس انا بريده ولكن انا عندي اقتراح مهم جدا انا كابتن انا معاك متفق معاك في اللجنة الحالية والمناسبة اللجنة الحالية دي حاولت تقوم انا انتقطاف وقت على الفيديو وطريق تلاتنبرج لا انا عايز اقولك انهم حاولوا وحاولوا اعملوا ده ولكن اتحاد كرة القدم المصري رفض حاولوا يطلعوا الحالات اللي فيها جادل ويجيبوا غرفة الفار ما بين حكم الساحة وبين حكم الفيديو وتم تجهيز الفيديو للجولة التالتة والتحاد كرة القدم المصري السابق رفض عرض هذا الفيديو ساشنا سجل رأيي هنا كابتن شبيل انت اصدح رأيك ان تامر دور يكون موجود في نفس منصبه ولا يجي مساعد برضو لحد ما سؤول على الفيديو لا اي ان كان انا بس انا شايف انه التلاتة يكونوا موجودين مساعدين محدش يقود مش رئيس او لانه حيحصل تاني محدش يقوم في الاجتماعي اصدح المناصب ايه لكنه التلاتة انا شايفهم اقول لك الاقتراح يا كابتن ان التلاتة مع كامل احترام تديل اليوم يمسكوا حكام الدور المحترفين والدرجات الادمى لا لا انا ده موجود الفطر لا انا ده موجود موضوع القص واللازل ده انا بحباره وحضرتك كده كده هتحتاج تين مصري مع الاجناب اللي حيدي انا القص واللازل ده يا دور وصلاحيات مليون مرحبا ما فيش شكر ما ده دور كابتن مادور لا لا صناعة حكام محروح لكابتن وجيها احمد مساعد للبنة الجديدة لا 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 فا لا الاسماء اللي مرت على مدر العشر سنوات السرق قرروا الغاء التعاقد مع الحكم اللي شتم ليبربول ليبربول ويورجن كلوب ده حقيقي وده مظبوطة كابتن شوبر وممكن نقرنه بواحد الوقوع التي لم تعرض وانا بأكد لم تعرض كان فيها تجاوزات في حق احد الاندية داخل غرفة الفار وكان فيها اساءة لأحد الاندية واعتقد يعني ربما كان ينبغي على اتحاد كرة القدم السابق اللي هو الاسف كل حاجة اتحاد كرة القدم السابق ما عملهاش كان ربما ينبغي عليه انه هو كان يصدر نفس القرار طالما سمع ما داره والتجاوزات اللي حصلت فارس نوارتني وشرفتني سعادة بحضرات كابتن شغير وكالعادة بنكون سعادة في التواجد مع حرس الالي ونتمنى نكون كنا خفاف عن الناس ربنا خليكوا سامن اوارتني بشهرة جدا كابتن ودائما متقلق والحمد لله كان وشنا حلو على النادي الآلي في كرة الطيرة وحققنا الفوز الحمد لله نجيبكوا يوم الكرة طالما بنكسب البراجي احنا معك على طول يا كابتن احنا بنيجي الستوديو النهاردة النهاردة عملت سكور حليا طب الحمد لله لسانة بسانتو على نفس النتيجة سامة بشكرك شكرا جزيلا فرس بشكرك شكرا جزيلا بشكرك وعزيزي المشاهدين يوم جميل وحب الاهلي وانتصارات الاهلي ومبادئ الاهلي عايزين حاجة سامة عليكم